بسم الله الرحمن الرحيم لأننا عندي فيه حكاوة كتيرة جدا جدا لكن النهاردة منتخبنا الوطني واصل النتائج أو سلسلة النتائج السلبية الحقيقة وهزم من منتخب كوريا الجنوبية أربعة واحد أربعة واحد في مباراة والدية النهاردة كانت المباراة الساعة واحدة ظهرا طبعا دي المباراة التانية على التوالي بيخسرها منتخبنا تحت قيادة كابتن إيهاب جلال بعد ما خسرنا طبعا من إثيوبيا وفي التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية اللي هتقام العام القادم إن شاء الله في كودفور النهاردة هنخسرنا أمام كوريا وأنا هحكي لحضراتكم النهاردة كواليس من أحد أعضاء تحاد كرة القدم أعز بس أحكي لحضراتكم أن الكابتن إيهاب جلال أصبح مش بشكل رسمي ولكن أصبح كابتن إيهاب جلال المدير الفني السابق لمنتخبنا الوطني يعني هناك قرار تم اتخاذه من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ابتداء من يوم الخميس القادم أو يوم الخميس القادم بعد بكرة سوف يتم الإعلان عن هذا القرار الكلام اللي أنا بقول لحضراتكم دي هي معلومات متأكد منها بنسبة 100% من مجموعة من المصادر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الخميس توجيه الشكر للكابتن إيهاب جلال المدير الفني لمنتخبنا الوطني وجهازه بالكامل فيما عدا واحد من الجهاز لن مش هذكر اسمه هتحفظ على ذكر اسمه لغاية يوم الخميس إن شاء الله ما يتم الإعلان عن من سيكمل مشواره ولكن جهاز كابتن إيهاب جلال سوف يتم توجيه الشكر ليه يوم الخميس القادم سوف يتم الإعلان عن كابتن خالد جلال كابتن خالد جلال المدير الفني اللي حيكون السابق بقى للبنك الأهلي هيكون مديرا فنيا للمنتخب الأولمبي المصري ده بنسبة كبيرة طبعا الكلام اللي أنا بقول لحضراتكم لغاية دلوقتي لأنه ده كابتن حزم إمام له دور كبير في إسناد المهمة الفنية للمنتخب الأولمبي للكابتن خالد جلال وحتى الآن بنسبة تقترب من الخمسة وتسعين في المية كابتن خالد جلال هو المدير الفني ويتم الإعلان عنه إن شاء الله يوم الخميس القادم هو مديرا فنيا لمنتخبنا الأولمبي ويختار الجهازه كيفما شاء إلا لو حصل جديد إلا لو حصل جديد أنا بكلم حضراتكم إن أنا قبل ما خش عامل خمس ستة تليفونات كده مع بعض الأصدقاء شام حسن عمل تليفوناته وكل المجموعة اللي موجودة عملت تليفوناتها وتوصلنا إن كل المعلومات في الآخر بتصب في هذا الاتجاه إن شكرا كابتن إهاب جلال على الفترة السابقة اللي هي عشر تيام أو اللي هي ثلاث مطشات مطش كسبو ومطشين خسرهم مطشين رسمي ومطش ودي خسرهم من كابتن إهاب جلال الودي وواحد من الرسمي وكسب المباراة الثالثة قبل بس ما كمل كلامي عن هذا الأمر هو اتحاد كرة القدم على حسب كلام رئيسه اتحاد كرة القدم ما كانش فيه دولارات من أسبوعين أو من ثلاث أسابيع ودلوقتي فيه دولارات مثلا يعني هل سوف يتم الإعلان عن مدير فني أجنبي وده اللي أنا عارفه بالفعل إنه سوف يتم الإعلان عن مدير فني أجنبي في منتصف أو آخر الأسبوع القاضي معتني المساعدين يعني تم الاتفاق على الأسابيع بنسبة كبيرة جدا هل يا جماعة هو من ثلاث أسابيع ما كانش فيه دولارات ودلوقتي فيه دولارات هل من الممكن أن يتم اختيار منتخابنا الوطني المدير الفني لمنتخابنا الوطني بهذا الشكل هل من الممكن أن احنا نبقى عاديين نقول يا جماعة معلش وصل الاتحاد ما فيه دولارات فنجيب إسلام مثلا علشان هو اللي يمسك المدير الفني ونمشي إسلام بعد ثلاث يام ومش إسلام ده لهو كابتن إيهاب جلال له كينونة وله اسم طب تخيل حضرتك ومعلومات اللي أنا بتكلم فيه دي معلومات تخيل حضرتك أن أعضاء مجلس قدارة الاتحاد وهم قاعدين بينهم من بعض كانوا بيفكروا فيه كانوا بيفكروا عشان يراضوا كابتن إيهاب جلال بص يا كابتن إيهاب سيبك من المدير الفني والمدير الفني للمنتخب وتعالى أمسك المدير الفني للاتحاد طبعا المرتب كان حيقل ده قصة تانية ده خلي بالحضرتك ده كان تفكير ما بين أعضاء مجلس قدارة الاتحاد بينهم وبين بعض ولكن طبعا استحاله يكونوا فاتحوا كابتن إيهاب جلال في الموضوع لأنه لسببين السبب الأول أن كابتن إيهاب جلال نفسه لن يتعامل مع هذا الاتحاد ده هو يعني كابتن قال للمقربين منه قال أنه لن يتعامل مع هذا الاتحاد مرة أخرى ثانيا أنه عايز يكمل بقى الكارير بتاعه التدريبي فعايز يكمل في هذا الموضوع وبالتالي تخيل حضرتك أن هم عايزين يرادوا كابتن إيهاب جلال في هذا الأمر ففكروا فكروا أن هم يرادوا بموضوع المدير الفني للاتحاد عشوائية واضحة وصريحة من ثلاث أسابيع ما كانش فيه دولارات ده كلام رئيس الاتحاد مش أنا النهاردة فيه دولارات عشان نجيب واحد الأسبوع الجاي نصه أخره الأسبوع اللي بعده يعني في خلال شهر شهر ونص الدولارات اتوجدت طب أنا مش فاهم الحقيقة هو كيف يمكن أن يكون اتخاذ القرار بهذا الشكل وبهدي الكايفية عشان أرجع مرة تانية للي حصل فيه موضوع الجواب عشان كده أنا بقول لحضراتكم يا جماعة اللي بيحصل معنا ده اللي بيحصل من اتحاد كرة القبلاش مع الأهلي اللي بيحصل مع اتحاد كرة القدم ده منتهى العشوائية اللي بيتم الإدارة بيها ده كل ده في أربع خمس شهور خلي بالحضرتك كل المشاكل اللي احنا عملين نتكلم فيها دي ما بين الأهلي ومشاكله مع الزمالك ومشاكله مع الإسماعيلي ومشاكله مع المصري ومشاكله مع بقية الفرق والحكام وعدم يا رجل ده مش قادرين يطلعوا يقولوا لرئيس لجنة الحكام ما تطلعش تتكلم في التريفو ما تطلعش تتكلم وتقول تصريحات لماذا دايما ايديكم مرتعشة بهذا الشكل خلال الخمس ستة شهور اللي فاتوا ما وقفتش مع النادي اللي بيمثلك او انا اسف اللي هو انتخبك عشان تمثله النادي الاهلي تخيل التفكير بيبقى دايما بهذا الشكل تخيل حضرتك ان الناس دي او مجموعة الاعضاء مجلس ودارة الاتحاد ورئيس الاتحاد والمجموعة اللي موجودة كلهم بيفكروا بهذا الشكل اقولك في الاخر اصلحنا هناك بعض الاخبار اللي من الصبح لغاية دلوقتي بتتقال ان هم هيقدموا استقالتهم هذا الخبر غير صحيح دي معلومة يا فندم اللي انا بقوله ده معلومة لن يتقدم احد من اعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم باستقالة قولا واحدا محدش بيفكر في هذا الامر الفترة الوحيدة اللي فكر فيها بركات وحزم امام فكر فيها بعد وجود كابتن ايهاب جلال مدير فني لان هم كانوا عايزين اجنابي بعد كده قالك لا احنا هنبقى موجودين وحندعم غير كده لم يفكر احد في ان يكون مستقيل من الاتحاد انا بقول لحضراتكم حتى هذه اللحظة ممكن بعد عشر دقايق حد يطلع يقول العكس لكن انا بقول لحضرتك كل الحاجات يعني في بعض الصفحات موجودة محمد بركاتي يعني بيتقال ان هو عامل صفحات كتيرة جدا باسمه هذه الصفحات غير صحيحة وغير رسمية حزم امام الصفحات الموجودة غير صحيحة وغير رسمية حتى هذه اللحظة لا يوجد اي تفكير من اي حد من اعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم بعد هذه الفضيحة الكروية الفنية وبعد طريقة العشوائية في اختيار المدير الفني للمنتخب الوطني وبعد ما تم من او خلينا انا مش عايز اتكلم في موضوع الاهلي عشان هناك لجنة ل هتتعمل ملاحظات على اتحاد كرة القدم هتتعمل عليه ملاحظات من خلال هذه اللجنة اللي تم تكونها من السيد الوزير وزير الشباب والرياضة دكتور اشرف صبحي وبالتالي انا مش عايز اتكلم في هذا الامر اللي هي لجنة عدم الشفافية والفساد بناء على التقرير اللي طالع من الوزارة فاللي بقوله لحضراتكم ان اتحاد كرة القدم لا يفكر في ان هو يستقيل زي ما قال الاسداز جمال علام مع الاسداز احمد موسى قالك انا استقيل لي هون اعملت حاجة هو شايف ان هو ما عملش حاجة عدم وقفتهم على النادي الاهلي ده مش مشكلة عادي يعني اين المشكلة لا بالعكس انا كنت واقف وحوريكم بقى مين اللي حيكون مخبي الجواب واللي مخبي الجواب ده يبقى لو هو مثلا انطلق موظف في الاتحاد نمشيه ونقول اصلا هو ده اللي كان مخبي وما قلناش على الرغم من رئيس الاتحاد نفسه هو اللي ماضي على الجواب اللي راح للوزارة يوم 14-14 اللي المفروض كان يوم 28-22 او قبل 28-22 يكون الاتحاد المصري بعت جوابه لكن كل ده ما حصلش كل ده ما حصلش فكل الانباء اللي بتتردد ان يكون ان اتحاد الكرة اتحاد كرة القدم المصري ينوي ينوي ان هو يستقيل هذه الانباء غير صحيحة الناس المجموعة اللي موجودة لأستاذ جمال علام والأستاذ خالد الدرندالي وبقية المجموعة اللي موجودة معاهم متمسكين بموقفهم وبيقولوا ان احنا مش عاملين حاجة غلط بالعكس احنا مجلس منتخب بينتخبنا الجامعية العمومية احنا مش لجنة وبالتالي فيش حد بيفكر فيه الانسحاب من المشهد وترك المشهد بهذا الشكل ده وجهة نظرهم ولكن خطأ احنا قد نكون عملنا خطأ نصححه من وجهة نظرهم هما بيقولوا الكلام ده ان ده خطأ يمكن ان يتم تصحيحه من خلال وجود مدير فني اجنابي طب مين اللي حيعود مصر عن المنتخب مصر عن هذه الامور اللي حصلت خلال الفترة السابقة مين اللي حيعود مصر والنادي الاهلي عن ما حدث مع النادي الاهلي انا في نهاية دولة الابطال طبعا انا ولا مين يا ترى الموظف اللي حيطلع غلطان احنا عارفين طبعا مين هو الغلطان اكيد في حد غلطان لانه جواب جه استخبه استخبه جواب استخبه يبقى في حد غلطان علشان ما يعملش قص فكل اللي بقوله لحضراتكم ان في ظل هذه الحالة من العشوائية والقرارات العشوائية وكل حاجة عشوائية وكل حاجة ماشية وانا سمعت الحياة دكتور اهاب الكومي قضوا مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم هو بيتكلم قال يا جماعة سيبونا ثلاث شهور احنا عندنا خطة علمية خطة علمية علمية ازاي دكتور اهاب على فكرة من الناس المحترم جدا لكن انا الحقيقة لم ارى اي شيء علمي حتى الان دكتور اهاب هو العلمي ان انا جيب مدير فني مصري او مدير فني علشان يبقى موجود علشان ما فيش دولارات ده بناءا على كلام رئيس الاتحاد اللي حضرتك بتنتمي لي لا طبعا الكلام ده مش صحيح لا يصح ان ينفع يتقال كده هل يصح انت تم ان يتم ان يتم اقالة المدير الفني لمنتخب مصر منتخب مصر بقيمته وبعظمته يتم اقالة المدير الفني بتاع منتخب مصر على هوا في المداخلة التليفونية مهما كانت الضغوط لهذه الدرجة من السزاجة ما ينفعش يعني خطائن فيقال من شهر اختيار المدير الفني عشوائية اختيار المدير الفني مش كلامي كلام رئيس الاتحاد الكلام الرسمي اللي خرج من رئيس الاتحاد وكيفية الاطاحة بالمدير الفني فيقال من شهر قررت بمنتقى العشوائية سيبك انا لسه ما اتكلمتش على موضوع الاهل لان دي مش خطأ دي كارثة ادارية مقصودة كارثة ادارية مقصودة إلا لو اللجنة اللي كوينها وزير الشاب وراءة ارتقت غير ذلك لو اللجنة ارتقت غير ذلك كلنا سمعا وطاعة ما عندناش اي مشكلة في هذا الامر لكن كل الشواهد بتؤكد بتودينا الحاجة يعني انا مثلا انا هنا في قناة الاهلي جايلنا جواب الجواب جاي باسم قناة الاهلي هل ينفع الموظف او رئيس القناة ما يشوفش الجواب ازاي يعني رئيس القناة يشوف الجواب ويقول ما جاش اصلا ويقول ويحكي القصص ويحكي الحاجات ويحكي لا يصح هذا الكلام يا جماعة والله قرارات عشوائية قرارات صعبة قرارات غير صحيحة وفي الاخر ياريتنا اسمعنا كلام حزم وبركات ياريتنا اسمعنا حزم وبركات ولكن هي الانعر الكذابة يقول لك يعني يقول لك ايه اصل حازم يعني مش هو وبركات مش هما اللي يقولوا مين اللي يقول يا فندم مين اللي يقول يا فندم ان السيدس جمال علام يعني عمره ملاعب كرة ما عرفش على حد علمي يعني ما يعرفش اكيد في فنيات كرة القدم ولا بقية الموجودين ما عرفش هل هما اللي يختاروا فني انت حضرتك من حقك الاداري تعمل فيه اللي انت عايزه ولكن لما حازم مباركاتي يتكلموا فنيا فنيا انا بتكلم فنيا يبقى لازم ينصط ليهم على الاقل انا هنا ما بدفعش بالمناسبة عن حازم مباركات وكان لازم يكون ليهم موقف افضل من كده تحديدا لكن انا بتكلم على النكرام اللي تقال في الاتحاد ساعته قالك يعني مش حازم مباركات اللي حيمشونا فكل اللي بيحصل ضد الاتحاد لكن هل هناك استقالات طلع فلان وطلع اللان وقال لهم استقيله وقال لهم اعمله كل ده كلام في الهوى محدش هيستقيل انا بقول لحضرتك لغاية قبل ما خش بنص ساعة فيش حد هيستقيل كلهم مكملين وشايفين ان هم قد يكونوا مخطئين ولكن حيصلحوا غلطهم حيصلحوا غلطهم على طول في قبل نصف الاسبوع اللي جاي يوم الخميس لانه من الممكن نحنا نرى يعني انقسام في بعض القرارات عايز اقول لحضرتكم ان لو كابتن اهاب جلال كان كسب كان قاعد لو كسب النهاردة كان قاعد ده برضو كلام من الكواليس الكابتن اهاب جلال لو كان كسب النهاردة كان قاعد لكن هو ما كسبش النهاردة وزي ما حضرتك شفت المستوى الهزيل اللي ظهر بيه منتخابنا الوطني المستوى الهزيل اللي ظهر بيه منتخابنا امام اثيوبيا من الناحية الفنية طبعا المستوى الهزيل اللي ظهر بيه امام غينيا حتى غينيا المباراة الوحيدة اللي انت كسبتها اللي كانت في استاذ القاهرة كانت مباراة سيئة كلنا قلنا هذا الكلام لكن قلنا لا مش هنحاسب الكابتن اهاب لأن الكابتن إيهاب يعني أول مباراة لي هنحسبه بعد ثلاث ماتشات الثلاث ماتشات خلصه فمن حقنا أنه نحسبه على الثلاث ماتشات باكيج لا الثلاث ماتشات أسوأ من بعض ثلاث ماتشات أسوأ من بعض لأن اختيارات لعبة غير صحيحة الحقيقة يعني تخيل حضرتك أنه بيبقى مش عايزة أجيب أسماء ولكن مجموعة اللاعبين اللي موجودين لهم دور كبير جدا جدا في هزيمة المنتخب بهذا الشكل ولو كارلوس كيروش اللي كان وقف برا كان ممكن نشوف اللي حصل في أسيوبيا أنا بسأل سؤال هل لو كارلوس كيروش اللي وقف برا كان ممكن نخسر النهاردة أربعة من كوريا معرفش على الأقل كان فيه سيستم ماشيين بيه دفاع ما بنعملش حاجة ندافع وبتاع منظم دفاعيا على الأقل أي زي أيام كوبر يعني ومش يتوصلت نهائي وكان ممكن يكسب السنغال ويحصل وتوصل لكاس العالم ومثل هذه الأمور ولكن بسبب القرارات العشوائية ولأن أنا عارف برضو قصة كيروش ماشي إزاي وليه ماشيو وكلام ده كله لمجرد بس أنه يعني منش هم اللي جايبينه الله رحمك يا كابتن سامير كابتن سامير زاهر واحد من الإداريين العبقرة الحقيقة في رئاسته لاتحاد المصري لكرة القدم دايما بنتذكره بكل خير الحقيقة يعني لأنه بسبب الأزمات اللي احنا عملين نشوفها دي بنترحم على الأيام اللي كان فيها الكابتن سامير زاهر عايز برضو اللي هو قد شوري حرب برضو ده من ربنا يديله الصحة والعمر من الأسماء الكبيرة جدا جدا والرنانة في اتحاد كرة القدم كابتن عصام عبد المنعم من الأسماء الكبيرة جدا جدا اللي جاب كابتن حسن شحاتا وحارب بيه لكل كل مصر في ذلك الوقت وكابتن حسن كامبل وخد تلاتة كاس أمم وراء بعض وأصبح واحد من المديرين الفنيين التاريخيين اللي موجودين لمتخبنا الوطني كان عندك رئيس التحاد يعرف ياخد قرار مش قرار عشوائي ولكن قرار بناء على رؤية رؤية كابتن عصام عبد المنعم اللي هو ده شوري حرب ربنا يديهم الصحة والعمر ونستفيد منهم لا يرحمه كابتن سامير زاهر هي دي الناس اللي كان نفسنا تبقى موجودة دلوقتي عشان تعرف تحل مثل هذه الأزمة مش إننا نطلع في مكالمة تليفونية أقيل للمدير الفني وقول إن مرتبه 700 ألف يطلع مرتبه مليون ومية فيه حاجات كتيرة جدا غريبة وعلامات استفهام كثيرة جدا بيعملها الاتحاد المصري لكرة القدم ومحدش فيهم حاجة محدش فيهم حاجة ليه بيعملوا كده يطلع يتكلم بمنتهى الصراحة قول إن أنا أخطأ ده مش عايزين ولا عايز يقول إنه هو أخطأ في موضوع النادي الأهلي وإنه هو خبى الجواب نمرة اتنين مش عايز يقول إنه هو أخطأ حتى في اختياره للمدير الفني وإن هي طريقة عشوائية وإن ما يصحش أن يتم اختيار المدير الفني لمنتخبنا الوطني منتخب مصر لا يتم اختيار المدير الفني بهذا الشكل حادي بادي كرم بزبادي شاله حطه كله على دي هي دي الطريقة هات حسام حسن ماشي حسام حسن هات أهب جلال ماشي أهب جلال بس عايزين حد مصر يا جماعة عشان ما فيش دولارات الدولارات بعد ثلاث أسابيع بقت موجودة تفهمش إزاي تفهمش إزاي تسمعت مصر الرياضية والكروية زي ما حضراتكم شايفين أنا بس مش عايز أقول لحضراتكم التقارير اللي تقالت في كوريا في كوريا الجنوبية كمية تقارير قارتها وتقالت بعد ما تم ترجماتها بس شم حدش أقول لك أنت بترى يعني فبعد ما تم ترجمة هذه التقارير عايز أقول لحضراتكم بجد بجد أنا نفسي يعني زعلت يوم من الأيام لو أحد كان واقف بيسمع نشيد بلده أو نشيد مصر علشان تلعب مباراة دلوقتي اللي احنا بنشوفه ده الحقيقة حاجة صعبة جدا 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 بتخسر بهزيم تاريخية عمرك ما حصلت عمرها ما حصلت بقالنا 20 سنة ما بنخسرش من أثيوبيا من كوريا الجنوبية حاجات غريبة جدا والله الواحد النهاردة محبط إحباط شديد جدا معرفش هل اتحاد كرة القدم أتمنى أن يكون هناك تغيير في سيستم الإدارة خلال الفترة اللي جاية ده اللي أنا تمناه تمناه أن ما يحصلش كده مع أي نادي مصري تاني النادي الأهلي دايما هو الكبير وبالتالي هو اللي بيتضرب هو اللي بيحصل فيه اللي زي ما حضراتكم شايفين لكن مش هيحصل هو اللي بيحصل ده هيحصل تاني عمره ما هيحصل تاني أنا متأكد من اليوم مع الأهلي أو غير الأهلي بالمناسبة احنا باللغة كده يعني ايه اتحاد كرة القدم يعني كنا النادي الأهلي مدي ثقة لأنه مفروض أو مفترض أن اتحاد كرة القدم هو الأب الشرعي لكل الأندية المصرية أنا لما أعوص حاجة كنادي أهلي أروح وأتكلم في اتحاد كرة القدم عشان يروحوا يقفلي وقال لهم ده النادي الأهلي لازم يلعب بره أرضه يلعب بره بره أرض الوداد هو فيه أب يضرب ابنه من ظهره وقال لك أنا مش أخد بالي مش أخد بالك ايه فأنا متأكد مليون في المية أن ده لن يحدث بعد كده لن يحدث الاختيارات العشوائية للمدولين الفنيين للمنتخب الوطني أو للمنتخبات الوطنية خد بال حضرتك احنا عندنا برضو المنتخبات الوطنية في 2006 أو 2003 ممكن نتكلم عنه مكلام كتير جدا لكن كله في وقته فاللي بقوله يجب أن يكون هناك اختيارات بدون عشوائية وبدون استعجال وفقا لخطة مدروسة نظرة مستقبلية وخطة علمية مدروسة ويجب أن يتم اتخاذ قرار أو لازم أسمع لحزم إمام لازم أسمع لمحمد بركات لازم هم نازم مش بتقول كده عشان يعني تتنطط ولا تعمل حاجة لا الناس دي بتقول كده لأن عندها رؤية فنية شافتها بلكده كتير جدا حتى لو هو لاعب يعني هو لاعب شاف فلان وعلان وترتان شاف أسماء كبيرة جدا بتمرنه وهو إداري شاف أسماء كبيرة جدا بتمرنه وبالتالي أو بتمرن قدامه وعارف إيه هي الإجراءات اللي بيتتم بسمعوا منهم ما نشوف إيه اللي هيحصل وإن شاء الله زي ما سيادة الوزير الألم بارح أنا مش هتكلم كتير على موضوع أن هناك لجنة مشكلة من وزارة الشباب والرياضة للنظر في هذه الأمور النهاردة بالمناسبة هذه اللجنة كانت موجودة في النادي الأهلي سبع تمن ساعات في النادي الأهلي النادي الأهلي قدم حافظة كاملة كبيرة جدا الحقيقة موجود فيها كل الأمور وكل الجوابات اللي خدها واستقبلها النادي الأهلي خلال الفترة السابقة لإثبات حق النادي الأهلي وحقية النادي الأهلي في المطالبة بنقل المباراة الحقيقة وأن اتحاد كرة القدم لم يقف مع النادي الأهلي أو يعني النادي الأهلي قدم الورق وننتظر إيه بقى اللي حيحصل خلال يوم الخميس هو السيدة الوزير مبارح في قبر في القاهرة 24 قال أنه يوم الخميس إن شاء الله سيتم الإعلان عن نتيجة التحقيقات في هذا الأمر فخلونا ننتظر لغاية يوم الخميس ونعرف إيه اللي حصل عايز برضا أقول لحضراتكم بكرا عندنا ماتش عندنا ماتش الساعة 9 مساء أمام استين كامبني في مباراة مؤجلة من الجولة 14 في بطولة الدوري الممتاز على استاد الأهلي والسلام وحنلعب بدون الدولية مباراة مهمة طبعا وصعبة مام فريق طموح عنده الرغبة الأكيدة لتحقيق نتيجة إيجابية ليقوده مدير فني كابتن علاء عبد العال كمان دي التجربة الثانية للنجم الكابتن سامي أمصان في منصب المدير فني بعد ما نجح في مهمته الأولى في اليافوز على المصري بالسلوم في دول ال32 لبطولة كاس مصر الحاجة الثانية اللي أنا متأكد منها الكابتن سامي كابتن سامي بالمناسبة عنده ملكة كده ومقدرة إنه هو يطلع أفضل حاجة عند كل العيب أنا متأكد من هذا الكلام لأنه قريب منهم وكل اللاعبين لما كانوا بيجولنا هنا زي ما حضراتكم كنتوا بتشوفوا كانوا بيتكلموا كويس جدا جدا وباحترام شديد جدا عن كابتن سامي أمصان وبالتالي كابتن سامي أمصان إن شاء الله عنده المقدرة إنه هو حيفرق حيفرق وجوده إنه هو صاحب القرار خلال الفترة اللي جاية أعتقد ده حيفرق كتير جدا 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 ولا بديل طبعا عن الثلاثة نقاط بإذن الله نكسب كل مبارياتنا المؤجلة عشان نوصل إلى القمة بفارق نقاط مريح الأهلي برضو حاليا قبل بكرة قبل مباراة بكرة في المركز التالت برسيد 37 نقطة من الفوز في 11 مباراة والتعادل في أربع مباريات والخصارة في مباراة وحيدة بتأجل للنادي الأهلي بداية من مباراة بكرة أربع مباريات مؤجلة منهم مباراة الزمالك ودي مباراة طبعا كان عادة بستة نقاط زي ما حضراتكم عارفين ومن الحاجات الجميلة اللي ما تشوفهاش النهاردة من الحاجات الحالوة اللي ما تشوفهاش غل في النادي الأهلي وما تشوفهاش غل من الكابتن خطيب لأنهم أكب من رئيس من رؤساء الأندية اللي بيروحوا يزوروا فرقهم ولكن وجود كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي واسطورة كرة القدم الحقيقة وأنه يكون موجود في وسط ولاده النهاردة ووقف معهم في الملعب وينزل يسلم عليهم النهاردة حتى شاف كهرباء وسلم عليه وكابتن زكريا نصف الحقيقة بيقول لهم أنا موجود معاكم مجلس الإدارة مش أنا كابتن محمود لما بيجي يتكلم دايما بيقول لنا كده مش أنا مش أنا محمود الخطيب لا مجلس إدارة النادي مجلس إدارة النادي الأهلي واقف معاكم هو بوجودي وأنا بأمثل مجلس إدارة النادي زي ما حضراتكم شايفين كابتن خطيب موجود وبيسلم على كل لعيبة وزي ما أنتوا شايفين واش شو بيتحكد ثقة كبيرة بيدينهم ثقة اللي حضراتكم شايفينه ده بيقول لهم أنا معاكم أنا معاك يا كابتن سامي أنا في ظهرك يا كابتن سامي خلي بقى لحضرتك داي فرق كتير جدا مع الشباب الصاعد يعني اللي موجود في القيمة النادي الأهلي وهم كثر كابتن سال عبد الحفيز كابتن محمود واقف وزي ما حضرتك شايف ما فيش أي علامات الغضب أو علامات الحق لا لا كابتن محمود واقف بيدي لهم ابتسامة ثقة بيدي للعبين ابتسامة ثقة خلي بقى لحضرتك الكلام ده أنا بقوله لأنه دي حقيقة أنا في يوم من الأيام أنا آسف أن أنا برجع لنفسي في حاجة أنا في يوم من الأيام كنت واقف مكان اللاعبين دول وكان الكابتن محمود بيبقى واقف قدامنا بنفس هذا الشكل يمكن إحنا أيامنا كانت الاجتماعات دي قليلة لأن الحمد لله وشكر الله كانت دايما الأمور ماشية بشكل جيد من الناحية الفنية يعني لكن لما كان الكابتن الخطيب يوقف معنا كنا بنقف كده نبقى مبسوطين بيتكلموا معنا بيتكلم معنا محمود الخطيب بيتكلم معنا حسن حمدي ساعتها رئيس النادي في ذلك الوقت بيتكلم معنا بقية المجموعة اللي موجودة بيخلونا نبقى قد إيه حاسين أن هم وقفين معنا في كل حاجة بيديك ثقة كبيرة جدا في الملعب خد بالك أن أنت لما تفتكر أن مجلس الإدارة واقف معايا في ظل هذه الظروف الصعبة وأن المدير الفني ماشي هتقولي ظروف صعبة آه طبعا ظروف صعبة أنت كنت متعود أن يبقى مسيماني موجود أنا كلعيب يعني متعود أن المسيماني يبقى موجود كل يوم المسيماني مش موجود تغيير طريقة اللعب تغيير الأداء تغيير طريقة الكلام حتى يعني المسيماني كان بيكلم إنجليزي جو جو تحرك دلوقتي طريقة الكلام مختلفة الأمور مختلفة وجود سامي أمصان مختلف فكل ده هنشوفه بكرة ان شاء الله كل ده هنشوفه بكرة بكرة بالمناسبة توت ويعمل كده كابتن إبراهيم نور الدين بكرة ان شاء الله حكم ساحة كابتن إبراهيم طبعا مشهور بالحركة دي يعني على فكرة ما بقولش حاجة يعني عينوه عينوه النهاردة يعني ايه في قسط الكلام كده اثناء المباراة الساعة واحدة الظهر حكم الساحة كابتن إبراهيم نور الدين حكم مساعد سامير جمال حكم مساعد تاني أحمد توفيق كابتن حكم رابع كابتن أحمد ناجي كابتن وقل فرحان حكم فيديو شريف عبدالله مساعد حكم فيديو ماشي مش هقول حاجة كابتن إبراهيم نور الدين أتمنى أتمنى من الله أتمنى من الله أن تخرج المباراة جيدة بكرة من الناحية التحكمية أنا بقوله هو على الهوى في قناة الأهلي لو النادي الأهلي عليه ضرب الجزاء من فضلك يا كابتن إبراهيم احسبها تود وعمل الحركة فيش مشكلة بس من فضلك يا كابتن إبراهيم من فضلك يا كابتن فرحان وقل فرحان من فضلكو لو النادي الأهلي له ضرب الجزاء لو حضرتك يا كابتن وقل فرحان حكم الفر شايفها ضرب الجزاء اندح على كابتن إبراهيم في ودانه وقوله يا كابتن إبراهيم تعالى شوف الكورة مش هينفع أن النادي الأهلي يخسر بسبب التحكيم ممكن تاني تاني بعد السنة اللي فاتت ممكن يخسر لأنه مش هو الأفضل لفرقة ماشي قول زي ما انت عايز لكن تاني بالتحكيم حرام عليكو بقى فأنا يا كابتن إبراهيم أنا عايزك بكرة صفر والحركة مفيش مشكلة اعمله كلنا هنبقى مبسوطين طالما بتدي النادي الأهلي حقه وطالما بتدي استرن كامبني حقه بالمناسبة يعني وهطلع سقفلك هطلع سقفلك على الهوى لو المكبارات طلعت من غير يعني كابتن إبراهيم يعني معاك فر ومعاك كابتن وقل فرحان ومعاك حاجات كتيرة جدا مش هتكلم عن كابتن وقل واللي حصل قبل كده خلينا يا جماعة نبدأ صفحة جديدة نبدأ صفحة جديدة مع بداية استقناف المباريات الدولي العام المصري حاضر ماشي هستنى بس بكرة نشوف اللي هيحصل ايه لانه اتمنى ان يكون المعسكر خلال الفترة السابقة للحكام للحكام بقى يكون اتى بثماره تكلم له عربية اتى بثماره علشان شوف بكرة ايه اللي هيحصل لكن كابتن براهين نوردين يجي اعمل لنا والحركة والتنطيطة وبتاع ماليا بس خليكها صحة يا كابتن والله بجد لو لإسترن كامبني حنسقف لك ونقول هايل يا كابتن إبراهيم وحنطلع نقول الكابتن إبراهيم ده حكم رائع ودي حقيقة انا بعتبر ان الكابتن براهين نوردين واحد من الحكام الهائلين على فكرة الحكام المصريين محتاجين شوية ثقة بس واحنا في ظهروك والله العظيم احنا في ظهروك دايما وبنقول ان انتو من افضل الحكام ولكن اديني حقي ودي إسترن كامبني بكرة حقه في المباراة الزمالك ادو الزمالك حقه وادو الاهلي حقه في المباراة بيرامدز ادو الاهلي حقه وادو بيرامدز حقه شوف انا بقولي يعني مفيش الحساب من كده لو لينا يا كابتن وائل حكم الفيديو كابتن وائل حكم الفيديو يا افضل حكم في الفيديوهات والحاجات العلوة دي انفضلك يا كابتن وائل لو النادي الاهلي له ركل الجزاء مستحقة او له هدف لم يتم احتسابه بسبب اوفصيد وهي واضحة لحضرتك كلم الكابتن ابراهيم نوردين في السماعة هي السماعة هي عنده سماعة زي دي كابتن ابراهيم نوردين على فكرة بيحطها في ودانه السماعة هي كلمه وقوله يا كابتن ابراهيم الكرة دي جون او الكرة دي ضرب الجزاء او تعالى بصوا عليها حتى اتمنى ان دا يحصل بكرة اروح مع حضرتكو فاصل وبعد الفاصل حنرجع بقى علشان اقول لحضرتكو قائمة النادي الاهلي اللي اعلنها كابتن سامي قمصان استعدادا لمواجهة السنكماني وبعد اخبارنا اخبار البيت الكبير بعد هذا الفاصل اهلا وسهلا بحضرتكم مرء اخرى عزائي المشاهدين الاهلي بيعلن قائمة الفريق لمباراة استنكماني في الدوري اعلن الجهاز الفني للنادي الاهلي قائمة الفريق استعدادا لمباراة استنكماني مقرر لها مساء غدا على استاد الاهلي والسلام والمؤجلة من الاسبوع الاربعتاشر في بطولة الدوري المنتز دمت قائمة النادي الاهلي اللاعبين محمود متولي رامي ربيعة حسام حسن محمد شريف وليد سليمان بدر بنون حسين الشحات أليو ديانج وصلاح محسن ومحمود وحيد ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد محمد هاني مصطفى شوبير أحمد عبدالقادر أحمد نبيل الكوكا وحمز علاء وأحمد سيد عبدالنبي محمد فخري محمد أشرف زياد طارق مصطفى مخلوف للقائمة اللي بكرة هتكون متواجد فيها استنكماني في هذه المباراة المهمة جدا الأهلي أيضا بيختتم تدريباته استعدادا لهذه المباراة الهمة وأيضا نادي الأهلي أو كابتن إبراهيم نور الدين حكما لهذه المباراة زي ما حضراتكم شايفين ده طبعا تواجد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن زكريا نصف عضو لجنة التخطيط والكابتن محمود كهرباء الحقيقة اللي كان متواجد مع الفريق اليوم كابتن محمد شرف طبعا زي ما حضراتكم عارفين نجمه وابن من أبناء النادي الأهلي الحقيقة جهاز محترم وزي ما انتوا شايفين محمد شرف طبعا واحد كل الناشئين اللي موجودين دول عارفينه كويس جدا لأنه ما تضربوا تحت إيديه وفي وجود طبعا الكابتن خلت بيبو وبقية أعضاء الجهاز الفني والإداري لقطاعات الناشئين المختلفة ودي كانت مقابلة الكابتن خطيب لكهرباء النهاردة وقد إيه الاحترام المتبادل الحقيقة واضح جدا الكهرباء ده إيه مبسوط أنه هو متواجد داخل النادي الأهلي الكابتن خطيب زي ما انتوا شايفين زي ما حضراتكم كده شايفين واقف مع كهرباء وابتسامة الثقة والحاجات دي بتفرق جدا مع اللعيب اللعيب نفسه ممكن يبص للكابتن كده يشوف ايه أنه يعني متوتر لا كابتن خطيب الحمد لله والشكر لله عارف كويس جدا جدا أن اللعيبة دي عندها يعني محتاجة تشوف هذه الابتسامة فهو رايح مخصوص النهاردة عشان كده كابتن إبراهيم نور الدين زي ما قلت لحضراتكم حكما لمباراة الأهلي وإسترن كامبني تذكرتي تعلن طرح تذاكر مباراة القمة ما بين الأهلي والزمالك كابتن إيهاب جلال بعد هزيمة منتخابنا الوطني النهاردة 4-1 بيشكر اللاعبين ويحصل على أجازة أسبوع في أمريكا قبل العودة للقاهرة كابتن إيهاب طبعا في أمريكا بالمناسبة علشان دورة تدريبية للمدربين محمد بركات بينفي استقالته من عضوية اتحاد كرة القدم زي ما قلت لحضراتكم قبل كده إن محمد بركات يعني اللي أنا عارفه إن بركات ما عندهش غير يعني أكاونت على إنستجرام غير كده لأ ده اللي أنا عارفه يعني فأنا قريت النهاردة حاجات كتيرة جدا وحاولت إن أنا تواصل معاه برضو عشان لكن معرفتش أوصله لأنه مسافر ف لكن أنا متأكد إن محمد بركات ما عندهش غير حاجة على إنستجرام ويعني مشارك هو والأستاذ خالد الدرندالي النهاردة محمد بركات خالد الدرندالي مع مجلس دارة الاتحاد كرة القدم على زوم الحقيقة هما الاثنين في اجتماع اليوم طيب دي كانت أخبارنا النهاردة خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل حنلتقي مع أحد نجوم النادي الأهلي وأحد اللاعبين الكبار اللي قدوا سنوات طويلة جدا داخل النادي الأهلي ويظل دائما محتفظ بوجوده في واحدة من أهم العلامات في النادي الأهلي هي المرحل حصول النادي الأهلي على المركز الثالث لأول مرة في بطولة كأس العالم النجم الكبير اللي شارك في هذا الإنجاز النجم الكبير كابتن أمير عبد الحميد هيكون ضفنة في البيت الكبير ولكن بعد هذا الفاصل أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين خلوني أرى حب يضيف في هذه الفقرة واحد من النجوم الكبار في كرة القدم وفي عالم النادي الأهلي وفي حب النادي الأهلي النجم الكبير كابتن أمير عبد الحميد ذا كاميرو حبيبة كابتن أسلام تمام الحمد لله بلو كويس هو المقلولي هاجي معاك ده شرف لنا أميرو شرف ليا شرف ليا كابتن الله أن أنا لعبت معك ومعاك دلوقتي في نفس الوقت شرف كبير أن أنا موجود يعني من خلال قناة النادي الأهلي طبعاً وجمهوري النادي الأهلي وبيتي طبعاً فما بتأخرش لو أي حد قالي أن أنت تبقى موجود على شاشة النادي الأهلي فما بتأخرش أبدأ معاك بالمنتخب النهاردة وخصوارة المنتخب أربعة واحد شفت الأداء إزاي قبل ما نتكلم عن كابتن أهاب والاتحاد واللي بيحصل في الاتحاد والأهلي ومسلماني ومش عارف إيه والكلام ده كله المباراة نفسها من وجهة نظرك النهاردة وأثيوبيا وغينيا تقدر تقيم أعتقد بصاً كابتن هي نتيجة النهاردة مش وللت اليوم زي ما بيقوله يعني النتيجة النهاردة دي انت وقعة طبيعي أن أنت فيه إخفاقات من بداية خالص أنك أنت كاس أمو أفريقية أنت بعيد ما خادش كاس أمو أفريقية ما خادش كاس العالم كل ده حصل دروب جامد جدا فيه إحلال وتجديد فيه مدير فني وجهاز فني ميستر كيروش ميشي وجيك طبعاً كابتن إهاب جلال جيه في ظروف صعبة جدا القماشة اللي موجودة هي دي اللي موجودة اللي كابتن إهاب دخل بيها القايمة أي إصابات غير طبيعية حتى في أول فترة كان إصابات غير طبيعية بعد كده بعد ما تدخل على أسيوبيا راح منك برضه أهم لعيبة إصابات لعيبة دولية ولعيبة محترفة في نفس الوقت دخلت بعد كده على كوريا زاد عليهم تاني بقى مرموش ويسر كذا حد كمصاب فطبيعي أن النهاردة مع الأحداث التي حصلت طبيعي أنك أنت النهاردة النتيجة دي تبقى وردة أنك أنت تخسر طبعاً مش مصر تخسر أربعة لكن النهاردة طبعاً اللعيبة كمان كابتن إسلام محبطين جهاز فني محبط انتقادات قبل أصلاً الجهاز فني ما يمسك سهل ده ممكن أن يكون شيء إيجابي للعبين مثلاً في المبارسة أنا بلعب بإسم مصر أنا ما عنديش مشكلة في الناحية الفنية وأنت عارف الكلام ده كويس لكن مشكلة بالنسبالي أنا بلعب بإسم مصر خش فيها جون واثنين وثلاثة واربعة ونفس الرت يعني نفس الجارية نفس الرت نفس الأخطاء نفس ما عنديش ما عنديش شخصية الشخصية والباور مش موجودة يا كابتن إسلام في اللقاء اللقاء ما عنديش حد يعني ممكن شوية سولية شوية شناوي شوية لكن ما عنديش حد ما عنديش اثنين ثلاثة أربعة مثلاً من الجيل اللي كان موجود حد شخصية يكون موجود في الملعب في نفس الوقت لعبة محبطة أنت في غيابات مؤثرة أكيد طبعاً في أصلاً يا كابتن إسلام المشكلة في الأساس مش المشكلة في النهاردة أو ماتش أسيوبيا في الأساس نفسه المنظومة نفسها مش مظبوطة أعتقد أن الاتحاد المصري فيه تخبطات فيه ناس كانت عايزة كابتن إيهاب فيه ناس ما كانتش عايزة كابتن إيهاب مفروض أن أنت في منظومة أو في مكان لازم يبقى كل الناس مجتمع على حد واحد أنت النهاردة ما جلنا نختار مدير فني كابتن إيهاب فيه ناس معترض وفيه ناس لا فعندك اللعيبة الموجودة إصابات غير طبيعية كان حظ كابتن إيهاب كمان الإصابات مع الرجل ميسك 4-5 أيام مع إحلاله تجديد صعب صعب إحنا لو شوفنا السنغال وشوفنا المغرب وجزائر الناس دي عشان تنجح وتستعكس العالم وتاخد بطولة أفريقيا بقى له 5-6 سنين مع النفس المدرب وده حصل معنا مع كابتن حسن شهاته لما أخذنا 3 أفريقيا كان كابتن حسن شهاته بقوله فترة كبيرة جدا مع المنتخب فأنت عندك النهاردة حلاله تجديد عندك النهاردة الكواليتي بتاعة اللعيبة هي دي المتاريال الموجودة في المنتخب هي دي اللي موجودة يمكن بس كان فيه يعني أحمد رفعت استغربنا برضو استبعاده وفجئنا بعد الإصابات جابه يعني ده ممكن الوحيد اللي ممكن كان ينضم مع الناس اللي موجود فأنت ما عندكش حد تاني موجود زي ما قلت لك كابتن البداية خالص التنظيم كان فيه إجهاد كبير جدا على لعبة النادي الأهلي أنك انت بتطلع من كاس أفريقيا بتروح تلك دوري كاس العالم أندية فيه طبعا إجهاد وفيه إصابات فده طبيعي النظام والسيستم اللي كانوا عاملينه أعتقد أنه لازم يبقى فيه وقفة لازم يكون شايفين يعملوا بلان للكورة المصرية يعني شوفنا آخر حاجة مثلا النهاردة في المنظومة برضو بتاعة الاتحاد الكورة أنه ربما النادي الأهلي مشكلة النادي الأهلي بتاعة المباراة والخطاب والحاجات دي كلها ده برضو يعني حاجة حاجة في 3-4 شهر الحقيقة شوفنا أشياء كثيرة جدا تؤدي إلى النتائج بتؤدي أو الشواهد بتؤدي إلى نتائج صح اللي احنا شايفينه خلينا نقول ان الاتحاد طب بعدها يكمل إزاي لما يحصل أن يبقى عندك جواب جايلك يوم 19 يناير والجواب ده يتبعت أو الرد يتبعت 14-4 ولا 18-4 والمفروض يتبعت قبل 28-2 الأرقام دي أمرا ما حتتمحي من دماغي لأنه إزاي أنت كالتحاد ما تقفش مع النادي بتاعك بزرعة أو النادي اللي بتمثله أمام الاتحاد الأفريقي المجموعة اللي تم انتخابها من الجامعية العمومية النادي الأهلي كان له صوت من الأصوات وانتوا الناس عارفة يعني النادي الأهلي لما يقول أن أمير أو فلان هو اللي يبقى موجود معناها إيه فبالتالي المفروض توقف مع النادي الأهلي والنادي الأهلي يمثل مصر كابتن إسلام وبعدين النهاردة النادي الأهلي لما يأخذ بطولة فرقة تالت مرة على التوالي ويشرف مصر وأكيد يعني حاجة تبقى كويسة جدا للمصر لكن أنا عايز أقوله هي المنظومة نفسها مثلا لازم نقف ونعمل بلان للكرة المصرية يا كابتن لأن النهاردة خذ بالك على أيامنا يا كابتن إسلام كان فيه فترة تقدر تأخذ نفسك فكر لما كنا بنقعد مثلا شهر راحة وتعمل فترة تعداد ونسفر ألمانيا ونسفر هنا ونسفر هنا كان فيه فترة كبيرة جدا أنت النهاردة بس فيه 3-4 سنين برضو عدت ورا بعض يا أمير معه سنتين الأخرانيين دول 6-7-8 عدنا ورا بعض أنا مش فاكر كانوا لي بس يعني عدنا ورا بعض ماشي بس أنت يعني أقصد أن دلوقتي أني نادي يعني طب أقول لك على حاجة إحنا برضو كان فيه كلام أني نادي الأهلي بعد كاسة العالم الأنديا بعد كاسة أفريقيا هيبقى ياخد وقت وبعد كاسة أفريقيا هتيجي فيه وقت عندك أنك أنت تلعب كاسة العالم الأنديا لم ألعبتش فاكر لما لعبة جات من بطولة أفريقيا دخلت على طول يعني كاسة العالم أو أنت بتتكلم فيه لعبة منضمة بالليل نعبه تاني يوم نعبه تاني يوم يعني يعني شناء وتعور ملحناش ملحقش يلعب في كاسة العالم الأنديا فالأنا عز أقول لازم فيه بحيث أن لعبة نادي الأهلي برضو واللعبة كمان تلعب في أفريقيا سواء بقى بيرامدز أو نادي الزمالك أو نادي المصر لما كان يلعب لازم فيه نظام بحيث أن اللعبة تأخذ راحتها عشان يعني أنا شايف أن فيه لازم تتعامل بلان لازم يشوف حل لال لا أعرف أن الجاة سيحصل كده برضو أنا لا أعرف أنت تلعب كاسة المصر القديم ولا الجديد ولا هتخش في الجديد الاتحاد الأفريقي لازم يوقف وقفة برضو يتعلم من أوروبا الكلام دو ويحط سيستم فأنت النهاردة يعني هي منظومة مش ماتش نهاردة بسا كابتن إسلام ماتش نهاردة متوقع أن كنت هتخسر تمام بس ماتش نهاردة أربعة اللعبة اللي موجودة لازم لازم كل لعبة كابتن إسلام أما يجيله فرصة لازم يموت نفسه لازم يلعب بشكل كويس صح يعني أنت حتى يا سيدا لو أنت عايزت تدافع عن مصر طبعا أولا وعلى التشيرت المنتخب مصر وعاوزت يعني تعمل موجود كبير برضو عشان خاطر كابتن إيهاب جلال اللعبة ما عملتش الكلام ده اللعبة نهاردة مش مركزين النهاردة بتلاقي نفس الرتم نفس الرتم ولو ما حدش عمل باص لحد التاني بيزعل منه ما تلاقيش حد يا كابتن يعني ما تلاقيش أربعة خمسة شخصية في الملعب ممكن تلاقيش يوم واحد أو اثنين فدي مشكلة كبيرة جدا متواجه بس خليبك موضوع يعني ده الجيل اللي موجود مفيش يعني مش هنقدر نجيب ناس تأمي هي ده المتاريال بتاعت الناس دولا سكوات بتاع الناس اللي موجودة لازم فيه وقفة ولازم ننسي خالص يا كابتن إسلام اللي فات يعني نادى الأهلي النهاردة خسر بطولة كبيرة جدا بطولة أفراكيا وده من ناس بالجمهور النادى الأهلي ونادى الأهلي حاجة صعبة جدا لازم بيبقى فيه وقفة مجلس الإدارة كابتن الخطيب طبعا ومجلس الإدارة وده دورهم وده بصراحة لهم مميزين فيه انك انت ما بشوفش كابتن الخطيب أو مجلس الإدارة غير في مثلا لو فيه مطش مش كويس أو بطولة أخفقت فيها ما بتشوفهمش في التتويج وده دور في تاريخنا ومساعدة ما نلعب وقابلينا المجلس الإدارة كابتن الخطيب يأتي في وقت معين الدينية بتتلم وتشوف اللي بعده صفحة وتقفلت انت النهاردة المنتخب انت الصفحة ما تقفلتش حد الوقت انت الصفحة عمالة تكرر يعني تجيب مطش وبدأين تخرج من مطش ما بتفوقش لكن انت النهاردة لازم الاتحاد المصري لازم ناس تشوف ناس جديدة ناس مركزة في الكورة لازم تبقى ناس فاضية للكورة يحطوا سيستم ويحطوا نظام بحيث ان انت احنا داخلين على يعني جو صعب جدا الفترة اللي جاية فلازم تبني من دلوقتي صفحة وتقفلت ولازم يشوفوا ناس يحطوا بلان يحطوا خطة للكورة المصرية بحيث ان انت لو فضلت كده هتوقت فترة كبيرة الدنيا مش مضبطة عندما تم سؤال عندما سئل الاستاذ جمال علام لماذا تم اختيار الكابتن اهاب جلال قال لك عشان ما كانش فيه دولارات هل من الممكن ان يتم اختيار مدير الفني لمنتخب زي منتخب مصري بهذا الشكل لا طبعا هي قصة مش موضوع دولارات وانا ممكن اجيب حد اسمه برضو هناك برضو دولارات قليل وبعدين انت النهاردة ازاي ما توفرش برضو دولارات ازاي ما توفرش فلوس لاتحاد المصري بحيث ان انت تجيب حد وبعدين يعني طب انت حتى ان çıktاء كابتن اهاب جلال انت ما دافعتش عن الكابتن اهاب جلال يعني انت لما جبت الكابتن اهاب جلال وتقول انني مفيش فلوس هناك انت مدفعتش عن كابتن اهاب جلال انت الدنيا الكابتن اهاب جلال بتهجم قبل مقدمت فانت ليه ما غف�를 وبعدين انا شايف ان كل واحد كابتن اسلام بيحط المصري ليتلاقي يعني او يقولك ولو في حاجات بيضة هذه الدارة لكن أنت النهاردة الهزائم والعدم سيستم وعدم النظام تكتشف الحقيقة والنادي الأهلي طبعا نادي الأهلي خلي بالك برضو عشان الناس بس تتكلم على موضوع المؤتمر كابتر خطيب المؤتمر ده مالوش ضعب هزيمة وفوز نادي الأهلي كابتر خطيب بيدور على الحقوق النادي وهو ممثل النادي الأهلي ورئيس النادي الأهلي بيدور على الحقوق النادي الأهلي ودايما النادي الأهلي بيدور على حقوقه بالمستندات وبالورق لكن وفي الأوقف الآخر لو فيه ماتش احنا النادي الأهلي باركنا للوداد وما فيش أدنى مشكلة خالص بالنسبة للروح الرياضي لكن طبيعيا كابتر خطيب نهارده والمجلس الإدارة يبقى فيه اجتماع ويقفوا ويطلبوا بحقهم فكشفنا برضو نادي الأهلي كشف حاجات كترة جدنا كانت موجودة في الاتحاد وخلي بالك هذا الكلام بقاله فترة كابتر إسلام حتى من المجلس الإدارة الموجود في الاتحاده كلها دلوقتي ده الحاجات اللي قبل كده وهو أنت لما يكون فيه أساس يعني مش صح هتلاقي توابع بتاعته مش كويس مش مظبوط طيب هل ترى مستقبل منتخبنا الوطني مع كابتر إيهاب يعني اللي احنا عرفناه وكابتر إيهاب لن يكون متواجداً ابتداء من يوم الخميس رسمياً بص وكابتر إيهاب طبعاً مدارب كويس جداً من مداربين الكويسين ولكن هو قبل سوق توفير غير طبيعي الفترة اللي بين الحالة والتجديد بين جهاز الفن القابلي وهو أخذ فترة بسيطة ملحقش يعمل حاجة الثاني حاجة غيابات غير طبيعية إصابات غير طبيعية فكان هو مش محظوظ فأعتقد يعني بالنسبة للنتائج واللي احنا شايفينه أعتقد أن كابتر إيهاب ممكن ما يكملش الأهم من من اللي هيكمل يا كابتر إسلام من اللي جاي من اللي جاي الأساس الأساس لازم يبقى فيه أساس كويس لازم يخطر أخوال ناسي أنا تقولك إيه اللعبة دي أمير ما هي هي نفس اللعبة اللي كانت موجودة مع كاروس كيروش من شهرين شهر أنا معاك بس كيروش ما كانش فيه إصابات الخمسة ستة سبعة المحترفين أهم ناس ما كانوش كان مصابين مرموش كان سليم إن هذا تعور يعني من الناس برضو اللي هي اللي زادت عليهم عندك أعتقد ياسر أبريم برضو تاعب محمد عبد المنعم إصابات فأنت يعني برضو الناس دي كانت مع كيروش كانت موجودة وكانش فيه إصابات وهو هو نفس النظام وكل حاجة لكن أنت برضو يعني ممكن التوفيق بيجي من الحاجات اللي هي الصغارة دي كابتان إسلام اللي هي ما يكونش فيه نظام يكونش فيه سيستم يتكون الناس شغالة من الصح التوفيق بيجي من هنا فأنت يعني أنا شايف من وجهة نظري الأهم اللي جاي إنك أنت تعمل نظام كويس تعمل نظام للكرة المصرية الناس لازم يبقى فيه فيه لعبة برضو تانية خلي بالكابتان إسلام موجودة بس يعني عادي تتشايف كابتان إيهاب جلال ملحقش يشوف الناس دي يعني فيه اثنين تلاتة ممكن يكون مميزين فإنديا مثلا ما كانواش موجودين لكن ملحقش يعمل أي حاجة واخد بنع القديم والقديم كان في نهاية الانهيار فاهمنا يا كابتان فالدنيا لازم الناس تقف لازم يبقى فيه وقفة وتكون اللعبة التي هي المصابة دي رجعت إن شاء الله ومتساشة يعني حجازة كمان دوره مهم جدا يعني للمنع الناس مؤثرة جدا في السكواد مش موجودين يعني اتمنى التوفير اللي جاي إن شاء الله بس الناس كلها تساند بقى ويبقى وقفين مع بعض مين المختلف كابتان إهاب إن هو قابل هذا الترشيح ولا أو وجوده كمدير فني ولا اتحاد كرة القدم في عشوائية الاختيار مصر هو الكابتان إهاب جلال لما تعرض عليه قبل كده تعرض عليه قبل كده أنه يمسك رفع اعتذر اعتذر وكمل وكمل مع كان سعياتا اعتقد في بيراميز برضو تقريبا وكمل في المصر أو في المصر حاجة كده أو الإسماعيلي حاجة كده فالمهم كان الفترة دي كان بالنسبة له فكر إن هو لا بلاش هروح دلوقتي هو التوفيق بقى جي في وقت لما هم عرضوا اسمه قال لك لا دي فرصة برضو مش هقدر أقول لا تاني فأدخل وإن شاء الله هيبقى التوفيق معي حظوا بقى أن أنت نرد إصابات مع النظام مع خلي بالك وبرده قبل بيمسك المنتخب يا كابتن الإسلام كانت فيه ناس في مجلس الإدارة اتحاد الكورة ناس رفضة وناس عوزة فدي كانت مشكلة بالنسبة له يعني هو الرجل داخل مضغوط أصلا الجهاز فاني هيتدخل مين هيتحط مين مين هيتشال مين فيه كذا حاجة وفقت قليل جدا فطبيعيا يعني الجو مش كويس يعني بصراحة الجو اللي هو كان فيه كابتن إهاب أعتقد أنه ما كانش مناسب خلينا بقى ننتقل للأهلي وخسارة النادي الأهلي في المباراة النهائية واللي حصل بقى توابع هذه الأمور وفي النهاية تم فسخ التعاقد ما بين النادي الأهلي ومسيماني فيه المبارح أو المبارح بص هو طبعا النادي الأهلي لما في وقت قليل جدا كان عايز مدير فني يكون فاهم يعني إيه نادي أهلي وعارف يعني إيه نادي أهلي وجمهور النادي الأهلي فلما جي بص وكان متاح كان مستر المسيماني مع جهاز فني الرجل كان معه في سانداونز واخد بطولات وعارف قيمة النادي الأهلي وعارف جمهور النادي الأهلي فبالتالي في وقت قليل جيه مع النادي الأهلي النادي الأهلي دفله كتير جدا جدا وساعده كل الإمكانيات كانت متاحة لمسطر المسلماني سواء من كابتال خطيب مجلس الإدارة الجمهور كان فيه مساندة غير طبيعية للرجل والرجل بردو اجتهد وعمل عليه وخد مطلاط مع النادي الأهلي الفترة الأخيرة الفترة الأخيرة مع الضغطات أعتقد أنه هو تركيزه ابتدأ واحدة واحدة يبقى بره النادي الأهلي عايز يأخذ خطوة جديدة عايز يعمل تحدي تاني عليه ضغطات كبيرة عنده عروض كتير كل ده ضغطات ابتدأ يعمل حاجة خارج سيستم النادي الأهلي اللي هي أنت النهاردة التصرحات بتاعته كانت يعني غريبة جدا عدم حضوره للنادي كان فيه حاجات يعني مش متعودين عليه في نادي الأهلي أنك أنت تخرج بره النطاق فهو كان الفترة الأخيرة أعتقد أنه هو كان بيفكر في حاجة تانية عايز يأخذ تجربة تانية لكن النادي الأهلي يدوره أنه أنت النهاردة فيه اجتماع النادي الأهلي طبعا متعامل مع الموضوع باحترافية جدا كالعادة قعد معاه واتكلم معاه وشاف الطرفين هيمشوا الأمور عاملة إزاي وخلاص وخد القرار ونادي الأهلي شكر الرجل وإحنا بنشكر الرجل أنه برضو عمل اللي عليه الفترة عشرين شهر طبعا من النجاحات المجتمرة الحياة مع النادي الأهلي سواء اتنين أفريقيا اثنين كاس عالم ثالث عالم أعتقد نجاحات اثنين سوبر نجاحات كبيرة جدا وصل فينال ثالث ثالث واحد فأنا شايف أن كان ممكن خطوة لابد منها أنه يشوف طموح تاني أو يشوف نفسه في مكان تاني لكن أنا شايف أنه كان لازم يتمسك بالنادي الأهلي قوي من أنه مضى مع النادي الأهلي عقد مع النادي الأهلي ومضى عقد جوه النادي الأهلي فأنت هتروح فين تاني في مكان فيه منظومة مناسبة ومنظومة كويسة وجمهور كبير وعظيم برى النادي الأهلي وعايز أقول لك الحاجة كل المدربين يا كابتن الإسلام واللعيبة اللي مشت برى النادي الأهلي كله عاوز يرجع وكله يتمنى يرجع النهار ده شونا تصريحات المسترمانو الجزي قالك أتمنى يرجع تاني فيعني أي حد برى يعني يكون موجود جوه النادي الأهلي ده شرف لي ونادي الأهلي هيضف له كتير جدا جدا فالنادي الأهلي شكروا ده الطبيعي بالنادي الأهلي إنك أنت عملت اللي عليك سامي أمصان ووجوده كمدير فني ويعني دايما متعودين على الدعم والمساندة لمن يكون في هذا المنصب كل الدعم طبعا لكابتن سامي أمصان كابتن سامي أمصان قبل ما يكون مدرب لعه في النادي الأهلي وعرف قيمة النادي الأهلي يشتغل برى كان مدير فني الحرس الحدود وليه اسم كويس جدا ومدرب كويس جدا كل العيبة حباه وده طبيعي يبقى المساندة كلها والدعم كله لكابتن سامي أمصان عنده خبرات كويسة اكتسب خبرات طبعا مع مستر المسلماني شاف عارف اللعيبة كويس جدا كلنا هنسنده وكلنا هندعمه في نفس الوقت يعني كل المدربين يا كابتن إسلام اللي هم كانوا رجل تاني من فترة كبيرة جدا قادرين هم يمسكوا النادي الأهلي لأن أنت النهاردة موجود في الجهاز الفني للنادي الأهلي يبقى أنت تقدر مسئولية النهاردة النادي الأهلي شوفنا كابتن حسام قبل كده خد بطولات كابتن يوسف كابتن فاتح يعني يعصد كل المدربين اللي موجودين في النادي الأهلي خدوا بطولات وخدوا فرص فكل الدعم لكابتن سامي اسم كبير ومدرب كويس جدا كل اللعباء بتحبه ومانا لرب التوفيق لي إن شاء الله الفترة جاية كلنا هنسنده بإذن الله بكرة مباراة مهمة ومباراة صعبة من غير اللعبين الدوليين يعني بكرة الشناوي مش موجود قبل ما اتكلم عن المباراة بكرة الشناوي علي لطفي مصطفى شوبير هذا السلاسي النهاردة مثلا استقبال الشناوي لأربع أهداف وتحميل البعض للشناوي ما هو سبب فيه ما عرفش النازل بتفكر إزاي بس أوكي كل واحد بوجهة نظره لكن في النهاية إن الشناوي هو سبب فيه هدف ولا هدفين من الأهداف طب تبص للمدافعين يعني فيهم ثلاث أهداف يعني ولا هدف يا كابتن إسلام من الشناوي أنا دايما لما بجأتكلم بتكلم فير النهاردة ولا هدف يسأل عنه محمد الشناوي الهدف الأول والثاني مسئولية دفاعية بحتة خلي بالك فيه أهداف متحركة يعني بيحد بماشي بكرة متحرك بيعمل كرص الناس مش مسكت كويس فيه جول شفناه الثاني دي يعني درق يعني فاول أو كورنر كرة ثابتة فلازم الناس كلها تبقى مركزة يعني الجون الأول والثاني ملوش أي زم الجون الثالث يعني أنت بتتكلم في خطأ دفاعي برضو ولعب كوريا عملها بشكل كويس جدا مميز كرة راح في حتة صعبة جدا والهدف الرابع اللي هو بالهد برضو من نفس القصة المدفعين من الهدف الثاني أعتقد أو الأول يعني الناس اللي هي بتتكلم على محمد شناوي أنا عايز أقول أن محمد شناوي حارس كبير جدا حارس ممتاز وبقاله 3-4 سنين الشاي للنادي الأهلي وشاي المصر فأعتقد أنه لو فيه حاجة منه هنقدر نتكلم فيها لكن أنا شايف الناس بتتكلم ممكن بشكل عشوائي لأن لو حد فاهم فعلا كويس كرة مش هينتقلم عن الأربع الجون الأربع هدف صعبين جدا على الجانب الآخر علي لطفي ومصطفى شبير مصطفى شبير ظهر بمستوى رائع في الممارات الأخيرة أمام المصر بالسلوم وأنقذ يمكن كورتين 3 كان لهم تأثير إيجابي على النادي الأهلي ووصوله للدور التالي في كاس مصر علي لطفي بأنك لمشاهدوا الإصابة بتبعدوا شوية وترجعوا شوية لكن في النهاية أعتقد أن هذا السنائي له حيكون له دور خلال الفترة القادمة تعالى بقى كابتل الإسلام نتكلم على اللعيبة عامة نادي الأهلي دايما لو فيه غيابات سواء دولية أو غيابات إصابات نادي أهلي بمن حضر زي ما بيقوله عندك لعيبة كويسة جدا في لعيبة مستنية فرصة في لعيبة لازم تمسك بيديها وإسنانها عشان ما تندمش بعد كده بفرص مهمة جدا في نفس الوقت يعني مصطفى شبير وعلي طبعا بيقدوا بشكل كويس جدا في غياب الشيناوي شوفنا مصطفى يمكن أنا قبل مصطفى بيلعب كاس مصر قدام الترسنة أنا فاكر كويس جدا قلت ليس لو هو مظلوم ببابا أو بإسم بابا بالضبط فلكن هو حرس مرمى جيد جيد جدا يمكن أنا ما كنتش تفرجت عليه حتى في الناشئين شوفت في ماتش الترسنة لا الترسنة الودي لا الرسمي سوري اللي في كاس مصر صح كان هايل بيلعب بشخصية النادي الأهلي لأنه مثل النادي الأهلي وبيلعب أنه صغير في النادي الأهلي فدي حاجة برضو لها قيمة جيد عليك أنك أنت مسؤول من النادي الأهلي وابن النادي الأهلي دي قيمة كبيرة جدا طبعا في نفس الوقت لما لعب قده بشكل كويس جدا شوفنا في كاسر ربطة كان عامل ماتشات هايلة وبيلعب بشخصية النادي الأهلي وبيهدوءه وخلي بالك هو مش حاطر في دماغه يعني هو بيلعب وبيقدي أنا مش ابن كابتن شوبير خالص لكن طبعا فيه انتقادات لي عشان هو ابن كابتن شوبير لكن أنا عجبني فيه تركيزه عجبني فيه شخصيته جدا سواء بره الملعب أو جواء الملعب وبيتمرم كويس وخلي بالك أنا متابعه برضه يا جابتن الإسلام يعني بتابع معاه وقل له أصبر هجيلك الفرصة حنا ياما عادنا كتير وبعد كده عما خدنا الفرصة خدناها بشكل كويس جيد نستعجلش على الفرصة وهو الولد شخصيته كويس جدا ومركز كويس جدا عجبني جدا ماتش اللي فات هايل كان ليه دوره زمان تحيك قلت في كذا كورة كذا هجمة كان لهم دور كبير جدا في نتيجة اللقاء في أي وقت وإي وضع هتلاقيه جاهز في نفس الوقت طبعا علي مهم جدا وعلي شفنا قبل كده لما يعني شناوي غاب لعب الإصابات بعدته شوية فأنا مش قلقان بالنسبة لحراسة المرمى بكرة إن شاء الله لكن عازة أتمنى إن شاء الله إن اللعيبة اللي موجودة بتلعب بإسم النادي الأهلي وتلعب بتشيرط النادي الأهلي فلازم ودي فرصة بتجيلك الحمد لله شفنا النهاردة متولي رجع شفنا بدر بنوند وبرضو يعني قوة كبيرة جدا أتمنى إن شاء الله التوفيق بكرة بإذن الله للعيبة وفرصة كويسة وخلي بالك النادي الأهلي بمان حاضر زي ما بيقول لك بالإسلام يعني رأيك في مستوى المنافسة في الدورية دلوقتي في ظل هذه الظروف الصعبة أنا شايف المنافسة هتبقى صعبة شوية إن أنت عندك برضو كله عنده حق شرع إن هو يخش في المربع الزهبي أو الناس اللي بتنافس على تبتشوف النهاردة يمكن كنا شوفنا نادي الأهلي ونادي الزمالك ده الأساسي موجود الإسماعيل طبعا بيعد شوية عندك كنا بنشوف المصري بنشوف الاتحاد النهاردة بيرامدز موجود داخل عنده لعيبة كويسة في نفس الوقت فيوتشر داخل فأنا شايف إن يعني استراعي في إن كانت تاخد دورة ما تاخدش دورة هيبقى طبعا بين النادي الأهلي ونادي الزمالك ولكن بيرامدز هيخش هيخش في فيوتشر فأنا شايف إن يعني العبرة بالنهاية زي ما بيقولوا للنفس الطويل ونا زي ما قلت لك النادي الأهلي بيطلع من بطولة بيقفل الصفحة بيخش في بطولة تانية ومن مطش بيقفل الصفحة بيخش في مطش تاني ده عادة النادي الأهلي والنادي الأهلي والنادي الأهلي الميزة الكبيرة جوه النادي الأهلي واللعيبة وده اللعيبة عرفها والجهاز الفني إن أنت النهاردة ما ينفعش تخش بطولة ما تاخدهاش فطبيعي إنك أنت يعني ما فيش مطش ما فيش نقطة تضيع منك بسهولة فأنا شايف يعني كمان بكرة مطش صعب في غياب اللعيبة لكن اللعيبة الدولية لكن أنا شايف إن اللعيبة اللي موجودة اللعيبة على أعلى مستوى عندنا الحمد لله لعيبة كويسة جدا لعيبة الخبرات ولعيبة دولية أصلا بس كان طبعا في إصاباته وكانوا ببعاد شوية ورجعوا فأنا شايف إن بكرة مطش يعني لازم يخلص من البداية لإن طبعا فريق أستر كامبني هتلاقيه برضو بيدافع هتلاقي أنا عارف طبعا كابتن أنا عبدالعال بيلعب خطة دفاعية شوية وبعد كده بيفتح السنة وبعد كده بيدافع فأنا شايف إن النطش بكرة مش هيبقى سهل لكن هيبقى سهل لو النادي الأهلي ضغط في الأول وجاب جول فأعتقد إن النطش هيفتح ويبقى فيه نتيجة كويسة لنادي الأهلي فأتمنى التوفيق بكرة اللعيبة واللعيبة يا كابتن الإسلام لازم في لعيبة لازم تمسك في الفرصة لازم تمسك في الفرصة أنت بتلعب بإسم النادي الأهلي بتلعب على المكسب دايما وفي نفس الوقت فرصة ليك كويسة جدا عشان ما تتدمش عليها بعد كده بكرة إن شاء الله يعني كيف يبدأ سامي أمسان اللقاء يعني هل يغير مثلا من شكل الفريق عن ما سبق ولا يلعب بنفس الشكل مش هلتكلم عن أسماء ولكن على شكل الطريقة اللي ممكن يلعب بها أعتقد إن ممكن بكرة يغير شوية لأن أنت طبعا الكاس كان بيدي فرصة أكتر للعيبة اللي هي ما بتشاركش لكن أنت بتلعب في دوري أعتقد إن هنشوف حسين أعتقد إن شوف طاهر من البداية أعتقد إن أنت ممكن بالنسبة كبيرة جدا أنا شايف حالة بدر كويسة متولي لما نزل برضو هتلاقي فيه تغيير بكرة ولكن أعتقد إن كابتن سامي طبعا عنده دراية باللعبة اللي موجودة والحالة وقال له فترة كبيرة جدا وعرف حتى المصاب ده قدامه قد إيه هل يأخذ من البداية ولا يستنى يأخذ ربع ساعة ولا يأخذ ربع ساعة ولا يبدأ به هو أكيد أضرب ده وشايف اللعبة اللي موجودة فأعتقد إنه هو هيلعب بالناس اللي هي كانت بنسبة كبيرة جدا ثابتة وأساسية في الدوري وأعتقد نفس طريقة اللعبة يعني هيلعب بنفس الشكل أعتقد بنسبة كبيرة ممكن لعب بنفس الشكل لأنه هو مش عايز يغير كتير في حاجة هو عايز بس ممكن يغير يعني يغير اللعيبة اللعيبة اللي موجودة ممكن يعني يد يلعب الناس بقى يرجع الناس اللي هي تلعب بشكل مستمر أساسية فمش هيغار حاجة كتير جدا وده اللي قالوا وبنا على اللي كان المسا المسلماني كان شغال به كل حاجة ف يعني لحد دهما الرؤية تبينه والدينية ترجع واللعيبة المصابة ترجع واللعيبة الدولية ترجع أعتقد يبقى في تغير في سيستم كمان هل وجود سامي أمصان كقائم بعمل المدير الفني خلال الفترة القادمة وزنقة الماتشوات يعني انت النهاردة عندك ماتش من يومين عندك ماتش النهاردة عندك ماتش بعدها بيومين ثلاثة عندك ماتش الزمالك بعدها بيومين ثلاثة عندك فيوتشر أو فريق من الفرق الدوري بعد كده بعد كده مباراة أصعب وبالتالي هل زنقة المباريات دي تخليك تنتظر قليلا ان انت تجيب مدير فني أجنابي مثلا ولا انت من رأيك ان انا في أسرع وقت ده رأيي يعني مش معلومة انا شايف الناد الأهلي اكيد دلوقتي شغالة على مدير فني اكيد ومدي مسؤولية الكابتن سامي فترة معينة كل ناس بدعم كابتن سامي في نفس وقت اعتقد الناد الأهلي يعني حط طبعا ايديه على اسماء او ناس تكون موجودة مية في المية في الفترة الجالة ان انت بتلعب باسم الناد الأهلي لازم يقب فيه حد قوي وحد مدير فني على مستوى يعني في الناد الأهلي لكن كل الدعم لكابتن سامي لفترة دي وخلي بالك احنا مرنا بالكلام تكتير جدا انا كابتن اسلام كان بيبقى مدير فني عبل ما يتعاقد معاه بيدي فرصة للرجل التاني وشوفنا من ايام كابتن احمد ماهر وكابتن حسام البدري وكابتن مختار وكابتن يوسف وكابتن علي مهر يعني ده طبيعي انت النهاردة الطبيعي لو مستوى مكمل كان هيبقى موجود طبعا صح فانت النهاردة على شناد الأهلي يتعاقد اكيد حط كذا اسم اتكلم معاهم وبالنسبة كبيرة يتعاقد مع حد اسم كبير وده لنا متوقع ان شاء الله كابتن سامي طبعا هيقوم بنفس الدور لحد ما ييجي مدير فني وطبعا نعانم الكلام من 3-4 سنة يا كابتن الاسلام انت بتلعب كل 72 ساعة وده اللي كنت تتكلم به في البداية فاكر والناس وقت منك وناس وتروح منتخب وترجع تاني تعاني من الإجهاد وتعاني من الإصابات سواء ده دائما وده دائما موجود وقدر والنادي الأهلي اللعيبة قدر هنبتلعب في النادي الأهلي ومطلوب منك انك انت تكسب مطلوب منك انك انت تتقدي بشكل كويس ده الطبيعي يعني اللعيبة متعودة على ده واتمنى يا رب ان الناس ترجع بسرعة وان شاء الله كل الدعم لكابتن سامي وان شاء الله بإذن الله الناحية الهجومية في النادي الأهلي يعني كان هناك بعض الكلام على الناحية الهجومية في النادي الأهلي في ظل بقى بعد ما منه السيمان يمشي كمان هل برسيتاو حيكون له دور مكي سوني بعد ما يرجع من الإصابة حيكون له دور شريف بالفترة اللي فاتت برضو ما بين أو ما بين لأ أحساب حسن ما بين أو ما بين لأ أكيد فيه تغيير أكيد بص اللعيب اللي ما بلعبش يا كابتن إسلام دايما بصفة أساسية مع مدرب معين لما المدرب بيمشي بياخد نفسه تحس ان هو ايه الدنيا فتحت فرصة جديدة فأنا شايف انت كلاعيب في النادي الأهلي تتمرن وتستنى الفرصة ولما تجيلك الفرصة تقد بشكل كويس حسام حسن مثلا نفسي حسام لا يشد أكتر من كده حسام لعيب كبير جدا ولعيب هداف ولعيب مميز هو يعني محبط صح يا كابتن من الأيام كسر ربطة يعني عارف الكرة اللي بتاعت حسام دي ده مرة جاب جنف الأهلي من نص المالعب نص المالعب بالضبط الكرة اللي مبارح في المباراة أو في المباراة الأخيرة دي ناين بطن نجل ناكل تهي صعبة برضه عشان نقول لو أجب فاضي وكل حاجة بس هي حسام بقى والقرار يا كابتن فيه كرة عمل التاني المفترض تعمل برجله وعمل بدماغه يعني الكرار دي لازم يفيد تركيز و هو أحسن من كده بكتير قوي كتير كتير لعيب كبير جدا ولو لعيب هداف يمكن تكون فرصة تانية الفترة اللي جاية صحيح ان شاء الله بس هي نفس جديد نفس جديد يا كابتن بس بتاعت اللاعب نفسه أنا النهاردة كنت لعيب يعني أنا نهاردة كنت موجود عاد ثمان سنين احتياطي الحضري بس كان عندي أمل انت تلعب 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 في ثلاث عالم تلعب في ثلاث عالم كنت بفنش الدوري كاس مصر كله أحسن حارس فما أنا مستني الفرصة ولما بجيلي بقى مركز خلاص أنا بلعب بدافع عن النادي الأهلي انت النهاردة اسم كبير وكنت موجود في تصفات كاس العالم وكنت دولي والنادي الأهلي اشتراك وجبت جول كويس جدا في النادي الأهلي وكنت مميز في سموحها واحترفت في ليبيا فأنا شايف أن حسام هو لعيب كبير لازم يستغل ولازم يزهقش كابتن إسلام النهاردة بحيث أن حسام محبط من أيام كسر ربطة فأنا وشريف كمان لازم نفسيا يبقى أهدى من كده شوية لعيب كبير وهدف كبير أنا شايف في الحتة الهجومية دي أعتقد أن مش يبقى فها مشكلة وكل الناس هتساند لكابتن سامي كله هيلعب باسم النادي الأهلي عايز يكسب عشان ننافس فأي حد بكرة هيلعب أو الفترة الجاية كل ناس كابتن سامي محتاجهم الناس اللي ما بتلعبش والله هيلعب فأعتقد كله كل النادي الأهلي محتاج اللعبة دي وكابتن سامي محتاج اللعبة دي ومدير الفني اللي هيجي محتاج اللعبة دي لكن اللعبة لازم عارف يعني بتلعب باسم النادي الأهلي ويعني إيه فرصة بيجيلك جوة النادي الأهلي هتندم عليها بعد كده لو قدر الله مع الوقت انت ديت نفسك مشيت هتندم فأنا شايف أن اللعبة اللي موجودة ما ينفعش محبط جوة النادي الأهلي هتجيلك الفرصة وتلعب أهم حاجة لما تلعب تبقى بتقدم شكل متمسك بالفرصة عودة بدر بنون ومحمود متولي من الناحة الدفعية أعتقد لها دور مهم في دور وجود طبعا عدد كبير من المدفعين الجيدين ولكن بدر بنون ومحمود متولي تحديدا عشان بيعرفوا يلعبوا أفضل حقيقة بالكرة من تحت بيبقى لهم دور مهم في الناحة الدفعية عندك حقق كابتن إسلامي يعني يمكن احنا طبعا الناس اللي بتقدم بشكل كويس جدا في الدفاع لكن احنا افتقدنا بدر بنون جدا افتقدنا بدر على المستوى الشخصية جوة النادي الأهلي وعلى المستوى الفني جوة النادي الأهلي بدر بنون من اللعبة المميزة جدا 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 وليه دور كبير جدا وشخصيته بينا واضحة جوة النادي الأهلي سواء بر أو جوة فأنا شايف عودته مهمة جدا للنادي الأهلي محمود متولي من اللعبة المميزة جدا 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 ويقدر يلعب لك في نص الملعب يلعب في الحتة اللي هي ورا فأنا شايف أن عودتهم حاجة كويسة جدا وهيضيفوا لدفاع النادي الأهلي وشوفنا في غياب بدر يعني النادي الأهلي تأثر شوية بأهداف معينة وفيه أخطاء رغم أن الناس بتأدي بشكل كويس لكن بدر مهم جدا جوه النادي الأهلي ولعيب مميز جدا وجوده مهم جدا ومتولي فأنا شايف أن كل لعيب كان مصاب أو قاعد فترة كبيرة جدا كابتن إسلام يرجع دوره مهم جدا جوه النادي الأهلي فأعتقد أن كان فيه جلسات مع الجهاز الفني كابتن سامي كابتن الخطيب فيه جلسات أن الناس كلها لازم نبقى مجموعة واحدة ولازم دور كل لعب مهم الفترة الجاية أمير أخيرا لو حابب تقول رسالة بقى الجمهور الأهلي للعيبة الأهلي للجهاز الفني قبل هذه المباراة الهمة في غياب الدوليين أنا عايز أقول لجمهور النادي الأهلي إن شاء الله ما فيهش قلق خالص النادي الأهلي جمهوره كبير جدا بيقف جنب النادي الأهلي في الحلوة وفي المرة أكيد مساند رقم واحد للعيبة بقول الجهاز الفني إن شاء الله كابتن سامي والناس اللي موجودة ربنا فأقول كل المساندة والدعم لكم اللعيبة كل التوفيق لكم إن شاء الله بأمر الله إن كنت بتنافس وكل ماتش بتلعبه ليه قيمة كبيرة جدا بالشغة النادي الأهلي إن كنت تلعب بشغة النادي الأهلي في كل اللقاء حتى لو ودي ليه قيمة كبيرة جدا وتسجل في تاريخك الفترة اللعبة كلها محتاجنها اللعبة كلها كل الدعم لها فأتمنى يا رب التوفيق للجهاز الفني كابتن سامي واللعبة الموجودة بإذن الله بحيث أن أنت عندك يعني لسه في أنت بتخش من بطولة لبطولة تخش نفس على الدول تخش على كاس قديم وكاس جديد بالضبط وكذا تخش على كاس أفرقيا إن شاء الله نكسب كاس أفرقيا وتلعب كاس أعمل عنديها تاني فكل الدعم التوفيق للعيبة إن شاء الله بإذن الله أنا أشكرك شكرا جزيلا أنا أمير شرفت ونورت ودايما بنستمتع بوجودك معنا حبيب يا كابتن إسلام ربنا أخليك أنا سعيد أنا كنت معك يا رب شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن أمير عبد الحميد هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل كريم سعيد وإحمد سابت ورؤية فنية تكتك بقى أكتر خلال الفقرة القادمة كريم سعيد وإحمد سابت في ضيافة البيت الكبير أهلا وسهلا بحضراتكم مرأة أخرى عزائي المشاهدين خليني أرحب بديو في هذه الفقرة هنتكلم في الأمور الفنية لمباراة بكرة إن شاء الله مباراة أسترن كامبني كريم سعيد وإحمد سابت في فقرة دائمة لحياة قبل كل مباراة زكا كي؟ زكا كي؟ زكا كي؟ زكا كي؟ زكا كي؟ زكا كي لكل متابعي خلال الله زكا بوحميد الحمد لله كله كويس؟ الحمد لله شي أنا دلع النهاردة محمد وإحمد وكريم يلا إنتوا إيه الأخبار كله كويس؟ الحمد لله خليني أبدأ معاكم الأول بهزيمة منتخابنا الوطني سريعا علشان نقدر نتكلم أكتر عن مباراة بكرة والتأكد حتى الآن من الكابتن إهاب جلال لن يكون أو أصبح الموديل الفني السابق لمنتخب مصر بدون شك الكابتن إهاب جلال أصبح لموديل الفني السابق لمنتخب مصر عقب الهزيمة من أسيوبيا وليس من كوريا الجنوبية والكابتن إهاب جلال العارف وهو مسافر كوريا إن دي مباراة أخيرة له وهو كمان والجهاز الفني كلهم عارفين دي كانت آخر مباراة للجهاز الفني والدربكة اللي عملها الأستاذ جمال العلام رئيس اتحاد الكورة بأن يقول تصريحات على الهواء ويرجع على الصفحة الرسمية لاتحاد الكورة ويقول أصلا أنا آسف أنا تفهمت غلط طبعا كل الكلام ده أنا آسف يعني يمثل فضائح تنضاف للفضائح الإدارية العشوائية الإدارية اللي بيمر بها اتحاد الكورة بكل تأكيد كابتن إهاب جلال كان بيأخده مباراة لأنه هو بصراحة كابتن هاب جلال على المستوى الشخصي إنسان محترم للغاية ويقدم واجبه لغاية آخر دي أو بصراحة أنا معترض تماما على الأسلوب الإقالة اللي تم معاه إنه هو يبقى مسافر في الطيارة أو ينزل سيول عاصمة كوريا الجنوبية يجيله على الموبايل نوتيكيشنز أنت تمت إقالتك بصراحة منظر مش مش كويس نتمنى بصراحة فترة الجاية الأمور تبقى أفضل بس أكيد أكيد لما ناخد قرارات تبقى إداريا كويسة ويخلينا نحط طارجتس كويسة ليمودي فن الجايم هو ينفع يا أحمد خلينا أروح لأحمد ينفع يا أحمد وانا السؤال ده أصله أنا بجد أصلا لو ما كنتش سمعت الكلماتين دول بوداني كنت حاب أقول لا استحال حد يقول كده يعني مستحال أن حد يقولك إيه عندما يتم سؤالك مهما كنت مستفز أو مهما كنت طالما على الهواء يجب أن يكون هناك لمت أو حدود معينة أقدر أتكلم به خصوصا لو كنت رئيس الاتحاد فكرئيس الاتحاد لما يتم سؤالك هو أنت كيفية اتخاذ القرار في موضوع كابتن يبقى لك إذا ما فيش دولارات ما فيش دولارات في الدولار بجد أقال كده على فكرة السلطة يعني أنا سمعت المكالمة مرة واثنين وثلاثة واربعة قلت يمكن يكون فينا حاجة غلط متركبة عملة أي حاجة أنا متأكد طبعا من صحة الكلام لكن أنا بقول لنفسي أي أسباب علشان يعني مش مصدق الكلام اللي بيت اتخاذ لما يتم اختيار مدير فني المنتخب مصر عشان ما فيش دولارات هل الدولارات توجدت مثلا دلوقتي يعني إذا بتقول أو إحنا سمعين أن فيه مدير فني جديد لمنتخب خلال النصف الثاني من الأسبوع القادر سمعين أن المدير فني أجنبي حيبقى موجود للاتحاد المصري لكرة القادر الدولارات توجدت دولارات للأسف أنا شايف أن المنظومة أو الكرة المصرية بتعاني من ورم والورم ده لازم نستقصله ما عادش ينفع مع المسكنات خلاص يعني خلاص الورم ده بدأ ينتشر خلاص في الجس فأنت لازم تستقصله ما عادش ينفع أن تدي للناس مسكنات أو مش عارف إيه المشكلة يا كابتن إسلام زي ما حدك قلت منظومة بتدار بطريقة ما فيش دولارات في الدور فأنا هجيب فخلينا نجيب إهاب جلال طبعا كامل الاحترام لكابتن إهاب جلال بس برضو يعني وجهة نظر أن كان اختياره كان هو مش من المدربين اللي بتتحملوا الضغوط قوي أو ما اشتغلش في الأندية الجماهرية لما اشتغل في الأندية الجماهرية ما نجحش فيها على قدر الإمكان ولكن كان منتخب مصر محتاج مدرب يكون شخصيته أقوى شوية يكون فنيا برضو أعلى تكتيكيا شوية كابتن إهاب دايما مميز بالبلد أب أنا بصراحة ما شفتش البلد أب خالص أنا أول مرة بالمناسبة صح ما شفش إن كابتن إهاب بيلعب من تحت بينا جدا معرفش في حاجة مش مظبوطة يعني تحس إن الموضوع مش ركب على بعضه هقول له حبك على حاجة إزاي منتخب مصر مفهوش مدير منتخب مصر مفيش مدير كورة فيش ربط المعسكر أصلا مهالهل مفيش يعني فين مدير المنتخب مين لازم يكون فيه مدير كورة سواء في النادي الأهلي شايفين كابتن سيد ودوره بنشقول لازم في منتخب مصر يكون نفس الموضوع فين مدير المنتخب مع طبيعي أن العيبة هتبقى أنه أنت خاصة كمان أن المدرب شخصيته مش قوية قوي فلازم يكون معاه مدير كورة شخصيته أقوى يعني شخصيته قوية تقدر تغطي على اللعيبة يقدر مش لعيبة ممكن مثلا ما تجيش مطشاط بتاع فيه حاجات بتحصل في المنتخب في الرياضة المصرية بسبب مش مزبوطة خاصة كمان بقى ده اتحادك يعني أنا مش برضو مش عايز ألوم اللوم على المدرب بس لا ده المنظومة كلها اتحاده كورة اتحاده كورة ده كابتن إسلام من ساعة المجيب شهر يناير احنا في كاس الأمم ما خدناش كاس أمم كاس عالم ما وصلناش كاس عالم منظومة تحكيم مش عارف يغيرها موضوع النادي الأهلي وطنظيم نهاي رجل مش عارف يقول لرئيس لجنة الحكام يسكت ده احنا بقى صح موضوع تنظيم نهاي دوري أبطال أفريقيا فشلوا فيه فشلوا فيه عن جدارة وشوية يطلع يقول لك اصل الأهلي هو السبب ومش عارف ايه وهم فشلوا فيه عن جدارة موضوع التحكيم فشلت فيه عن جدارة موضوع اختيار مدرب منتخب مصر مش هم اللي مختاريني هاب جلال وهم اللي قالوا انه مفيش دولارات في الدرج فإذا الفشل ده كله سببه المنظومة نفسها أنا مش عايز أظلم المدرب لا ده انت اتحاده كورة يتحمل المسؤولية الكاملة من بوجهة نظري طبع كل بكلهم يعني اتحاده كورة أنا لغاية دلوقتي مش شايف اي نجاح لهم حتى الان وهم اسمه مصر كبير عيب اللي بيحصل في المنتخب بالشكل ده نخسر من أسيوبيا أسيوبيا جماعة 2-0 ونخسر من كوريا النادى كوريا لو كانت شدت علينا كنوا عاملوا 7-8 يا الله اسيوبيا لو كانت شدت كوريا كانت تبقى مشكلة كبيرة وكوريا كوريا النهاردة كانت بتلعب على الواقف وهي لعبة واحدة الرابع هو بيجي نفس الجنة الأول انت بتتفرج على المتش هي لعبة واحدة بيجمعوا اللعب الجنة الأول ده جاي 34 تمريرة هو ده يدوروا اللعب رغم ان اسلوب لعب كابتن ايهاب جلال التدوير والاستحواز وبناء اللعب انا بصراحة المنظومة كلها محتاجة تغيير محتاجة وقفة مهمة جدا جدا ونتمنى برضو فيه نقطة مهمة كابتن اسلام احنا ما عندناش التطوير او الحاجات دي بتحصل ازاي ان انت لازم تأسس الناشئين الاول صح ازاي اننا يعني بنشوف المانيا مسلا بيجيبوا المدرب بتاع المنتخب الولومبي وقولوا له احنا عنا نصعد الجلدة مثلا لوف لما مسك مسك الاول منتخب الولومبي صعد بالجلدة ربهم الاول وبدأ معهم خمس سنين ست سنين بعد كده صعد بهم للمنتخب الاول يعني انت كمان ما عندكش اصلا اعداد كوادر مدربين مصر حتى الان من وجهة نظر مفاش مدربين احنا لما شفنا برو كاف مفيش مدرب يعني انت اعمل استفتاء كده وقول اسمه مدرب منتخب يمسك منتخب مصر حتلاقي اسمين ثلاثة وكل ما بيمسكه ما بيانجحوش ده بقى فيه ازمة كمان انت الفترة الجاية المدربين المصريين مش بقى معهم رخصة برو كاف ممكن ما فيش اندل تغط معه نا لما قلنا كده نا لما قلنا كده واتكلمنا في هذا الامر الناس تلقيت في الاتحاد يا عم انت بقى انت تعرف حاجة والله بجد دي معلوق يعني بيوصل لي طبعا اللي بيتقال جوه ما بين ال هم معتقدين ان انا ممكن اكون ضد حد او مع حد او اي حاجة لكن اياه ما يعرفوش ان انا لما بجي اتكلم كده انا بتكلم على بلد لأ واحد الحاجة اللي احنا نستشف بها هنا اول يعني ما نسمع او الصفحة الرسمية لاتحاد الكورة تكتب رسميا دون ذكر اسماء يعني ان في حكم اجنبي سيتولى رئاسة لجند الحكام مزمار بلدي دا و دي حصلت مزمار بلدي دا و دي حصلت ممكن استاذ سامير يطلع علينا الاركايف متاع الحلقات هنا بنتكلم على التوبيك ده بقالنا بقالنا قد ايه لأ ما احنا ممكن اليوم ده احنا نسيب الحلقات القديمة اينا اينا ارشيب بتاع الحلقات القديمة انشغلتوا اليوم بقى لا ينظر لاحتواء لا ينظر لحب الحد لا ينظر للحركات يعني ممكن يكون روح القانون وروح البروتوكول والحاجات الغريبة اللي احنا مسمعناش غير في مصر بس ومن الكابتن عصام المحاضر الدولي اللي هو له كل الاحترام طبعا ولكن في نفس الوقت عمرنا ما سمعنا روح البروتوكول لما سألنا حد برا هلك روح البروتوكول ماشي المهم يعني خلايا نرجع تاني معدتش عليا في الجامعة دي نعم هيقول لك معدتش عليا في الجامعة دي والله آه فالحقيقة طيب خلينا ناخد فاصل قبل ما رجع نتكلم عن مسماني ورأيكم في فسخ العقد بالتراضي ما بين النادي الأهلي وبيتسو مسماني ولكن بعد هذا الفاصل نعرف رأي كريم سعيد وإحمد سعيد أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى مسماني فسخ أو تم فسخ التعاقد مع مسماني ما بينه وما بين النادي الأهلي إيه رأيك في هذا الأمر شافك ابت سلام هو انفصال منطقي بسبب ان ترقمات فضلت تحصل خلال الفترة الأخيرة أعتقد بيتسو مسماني يعني خلي أكيد خلت اسمه في تاريخ النادي الأهلي خصوصا على مستوى دوري أبطال أفريقيا وعلى مستوى مونديال الأندية أنه كسب مع نادي أهلي اثنين دوري أبطال واثنين برونزية وربعة لكن كان في بعض المشاكل أنا في وجهة نظري الاختلاف فيه كان فيه عملية أو في أسلوب الشغل أو أسلوب العمل ما كاناش بسبب يعني الناس شايفة الموضوع بسبب خسارة نهاية دوري أبطال أفريقيا هب يلا مسماني يمشي لأ خالص فأنا مسماني عنده بعض المشاكل كلمنا عليها كثير هنا في قتل الأهلي من السنة اللي فاتت خصوصا فيما يخص شكله وأسلوب العمل كيفين جونسون بعد ما مشي في نهاية الموسم الماضي بيتسو مسماني طلع بغرابة بصراحة قال أنا مش محتاج حد بديل وأنا مكتفي بالكابتن سامي أمستان وإحنا هنقدر يعني نكمل المسيرة الإدارة نتعودين دائما نطلع أهلي بتسيب المدير الفني يختار الأسلوب هو حاب يشتغل بي بس هحسبك في الآخر على النتائج اللي احنا يعني اتفقنا عليه النتائج طلعت مش على أفضل حال وبالتالي كان يجاب التدخل لما اجتدخل ما ينفعش تقول لي أنا آسف لا أنا حابق أمشي بالطريقة بتاعت ما هي فشلت وبالتالي يعني في الشد والجذب أكيد كان في بعض الاختلافات وبالتالي أنا في وجهة نظر الانفصال كان منطقي جدا وباحترام أه طبعا 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 هو يعني أتمنى طبعا للأهلي إن شاء الله يعمل لبيتسو مسماني يعني حفل ودع كان حيث أن المفرق يكون هناك حفل تكريم ده بناء على كلام الأستاذ دكتور سيد سعد شلبي نعم إمبارح في أحد المداخلات التليفونية كان بيتكلم بهذا نتمنى إن شاء الله حتى ممكن لو مش كده مش بدلوقتي ممكن بعد كده نادي الأهلي عمره يعني ما بيأثر فيه الأمور دي وإحنا كويس يعني العلاقة انتهت بشكل محترم وإحنا شكرناها شكرا جزينا على الفترة اللي أنت قضيتها معانك بكل أمان بكل أمان الفترة الجاية فعلا كانت تحتاج لتغيير طالما أن بيتس موسماني كان متمسك بأسلوب العمل اللي هو من وجهة نظره كان شايف أن هو ناجح وكل أمان أي حد يحط كده المعطيات زي السهل اللي فاتت كان استحالة تشوف أن الفترة الجاية كنت هتوصل لنتائج جيدة أو تردي المنظومة أو تردي جماهي دنيا أحد موسماني طبعا استحق التحقيق على الفترة اللي فاتت دي كلها عمل بطولات كويسة وإنجازات يعني بطولة العضية ممكن دي هتفضل في التاريخ أكيد موسماني برضو هيفضل اسمه موجود في تاريخ النادي الأهلي ولكن زي من يعني موسماني أضاف النادي الأهلي طبعا أضاف كتير جدا لبيتس موسماني بدليل أول ما جاء أول يوم بيتس موسماني رئيس دولة جنوب أفريقيا نزله على طول وبعدله المباركة يعني ولكن أنا شايف طريقة الانفصال في الآخر يعني أنا شايف النادي الأهلي وموسماني في الآخر موسماني ما كانش موفق أو في الفترة الأخيرة بصراحة لكذا سبب يعني وقد موسماني لو كان كمل ده بالمناسبة ده رئيس الجمهورية هناك بيهنق بيتس موسماني أول ما نضم لهم فدي حاجة يعني النادي الأهلي أضاف لبيتس موسماني كتير ولكن من وجهة نظري أن الموسماني قد لو كان كمل كان ممكن بنسبة كبيرة النادي الأهلي كانت وصلت لحالة مش كويسة بسبب المعد البدني ولهذا تم الطلب أننا عايزين نطلب مدرب أحمال بدنية يضف لك معاك لأن الحالة البدنية بتاعت اللعيبة بصراحة في الفترة الأخيرة كانت قليلة جدا حتى ظهرت في مجبارات المصر اللي تسلوهم لعبت الأهلي ما ظهرتش بالشكل القوي أو بدنيا مسلماني في الفترة الأخيرة فقد الشغف فقد الدوافع عكس أول سنتين عارف لما بدفتح مشروع لما واحد بيفتح كفاتيريا والكفاتيريا دي بتجيب فلوس في الأول وجايبها مكسب ومش عايف إيه وبعدين وبعدين الشغف بتاعه قل فخلاص انت محتاج تغيير محتاج مشروع تاني محتاج حاجة جديدة ده اللي حصل بالزبط كمان مسلماني في الفترة الأخيرة زينه بقى مشتت تصريحات كتير إعلامية زوجته بتطلع تتكلم حاجة تحس مش ده اسلوب النادي الأهلي النادي الأهلي دايما في الفترة الأخيرة قافل حتى برضو فنية قافل قافل في التصريحات تكرار أخطاء الموسم الماضي يا كابتن إسلام في حتة المباراة الصغيرة قدام البنك الأهلي يتعدلنا يخسرنا من المصري يتعدلنا مع سيراميكا فالفترة الأخيرة كذلك برضو تغيير طريقة اللعب كتير 4-2-2-2-2 4-2-3-1 3-4-3 قضة اللبس برضو في الفترة الأخيرة ما كانتش أحسن حاجة فأنت تحس مسماني ليه كل الاحترام وقدم وحيفضل علامة ممتازة في تاريخ النادي الأهلي ولكن في الفترة الأخيرة أعتقد زي ما قلت الحلقة أن ده مشروع ومحتاج نعمل نشوف تجربة جديدة نقطة من أول السطر ولازم ندعم الفترة دي الجهاز الموجود الجهاز الفني للنادي الأهلي على فكرة أقول حلقة على حق كابتن سامي ومصان مدرب كبير جدا مدرب كواس قوي تكتكين وكان ليه دور أنا على علم بالكلام ده أن كابتن سامي ومصان ليه دور كبير جدا 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 مع بيتس المسيماني في تغييراته في رؤيته للملعب في عاجات كتير جدا عايز أقول له حالك كمان لو نعرض بقى الصور بتاعت الجهاز الفني نعرف الناس مين الموجودة دلوقت الجديدة كابتن محمد شرف كابتن محمد شرف الناس برضو لازم تكون عارفة أن كابتن محمد شرف ده واحد من أفضل المدربين في قطاع الناشئين في النادي الأهلي في موليد في النادي الأهلي طول عمر موليد دي كابتن محمد شرف كان ماسك فرقة 2001 أي وكان في السنة دي كان النادي الأهلي متأخر ب11 نقطة رجع وكان في 2001 خلاص كنا هناخد الدوري في المباراة الأخيرة مع طلاع الجيش لما لما مكسبناش الجونة بس كان قريب جدا رجع من الفرق اللي طلعه وأنا بعتبر أفضل اتنين مدربين طلعين في النادي الأهلي من وجهة نظري من متابعية للكطاع كابتن محمد شرف وكابتن سامر عبد الرحمن دول أفضل اتنين مدربين طلعين بشوفهم تكتكيا عاملين شغل محترم جدا طبعا كل المدربين على مستوى عالي ولكن أنا بتكلم على الأفضل نيجي بعد كده لمدرب الأحمال الجديد محمد النجار برضو معنا صورته ده موجود أصلا مع الجهاز الفني كان موجود مع فايلر وموجود مع موسيماني ده محمد النجار وده مدلية دوري أبطال أفريقيا ده موجود حالان هو مدرب الأحمال البدنية في النادي الأهلي نيجي بعد كده ليه عمر رشدي عمر رشدي محلل الأداء الجديد في النادي الأهلي ده برضو شغال في قطاع الناشئين كان مع بروكتش عمر رشدي اللي قدامنا على الصور هات الصورة الثانية اللي هتلاقي فيها قاعد جنب بروكتش ده على طول موجود في مباراة قطاع الناشئين هو محلل الأداء مخصص به السكاوتينج وتم تصعيده مع الجهاز الحالي فبرضو الناس عشان تكون عارفة العناصر بتاعت الجهاز الفني النادي الأهلي ده الموجودة فالجهاز الفني الحالي كامل الدعم لي لأن الناس ده هاتكمل حتى لما المدرب الأجنب يجي الناس ده هاتشيل المطشاط الجاية مطشاط الجاية تدخل على معركة السكاوتينج والزمالك وبيرامدز والمحلة وبعدين إيه ده تدخل على بطولتين دوري نهاية دوري وبطولة كاس مصر قدام بيرامدز فالوقت ده وقت الدعم كامل الدعم لكل الفرقة الموجودة كل العناصر وخاصة كمان كابتن إسلام في حاجة مهمة جدا شخصية اللعبة الكبيرة في الوقت ده مهم جدا وليد سليمان محمد الشناوي عمر السلية وأنا عارف إن في حديث بيدور حاليا إن اللعبة دي بتلم الفرقة مهم جدا إن لم الفرقة في الوقت ده شخصية اللعبة الكبيرة طبعا مع دور كابتن سيد مدير الكورة مع الجهاز الفني ده مهم جدا إن انت جهاز فني جديد عناصر جديدة وعناصر شابة كابتن سامي ومصان مدرب واعد مدرب تكتكيين عالي قوي كابتن محمد شرف شفناه وحللناه المباراة هنا في قطاع الناشئين عالي جدا تكتكيين فالناس دي محتاجة محتاجة الدعم لازم كابتن إسلام الناس دي نتم دعمه كريم بوكر عندنا مباراة مهمة جدا أمام اسلم كاملي طبعا المباراة اسلم كاملي واحدة من المباراة اللي أنا دائما بصنافها هاي دي مباراة اللي بتكسب الفرق الدولي المطشاط اللي من النوعية دي مع الفرق اللي هي بتصارع على الهبوط أو الفرق اللي في متوسط الجدول أعتقد هاي دي الفرق اللي بيقى عندها مشكلة أنت بيقى عندك أزمة في المباراة دي أكتر ما أنت بتلاعب فريق من فرق القمة لأن فرق القمة بتفتح خطوطها وبتحجمك زي ما أنت بتحجم فبالتالي اللعيبة يحب ومشاط مع الفرق اللي بتفتح خطوطها طبعا احنا عارفين الكابتن على لعب العالم من مدرسة الكابتن طارق العشري بيقفل كويس وبيقدر يلعب على هاجبا مرتدة بشكل كويس والفريق بيحاول أنه يهرب من المركز الأخير خصوصا كمان بقى سقوط نادي المصري بدأ يخص النقاط كتيرة جدا 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 النهاردة الفرق اللي تحت نادي المصري لو كذبت اللي هو نادي المصري لاعب ماتش زياد عليه لو الفرق لو الإسماعيل وما قولين كذبه نادي المصري ينزل من الثلاث فرق وبيتين هما قربين من كلهم من بعد فرق نتكلم فرق أربعة خمس نقط وبالتالي مباراة صعبة للغاية جاية في توقيت صعب أتمنى من كابتن سامي أمصان أنه محضر للعيبة بشكل زهني طبعا عندنا غيابات كتير بسبب اللاعبين الدوليين وإن شاء الله بإذن للمجموعة الموجودة مع الكابتن سامي أمصان نعاد فوجة نظم مباراة فعلا يعني طعيلة طعيلة أوي والفوز بيها معنويا هيديك دفعة يعني بعيدة عن أمور الفنية والأمور التكتيكية داخل الملعب معنويا اللاعبة هيحسوا أن لا مفيش مشكلة نحن نقدر اسم النادي الأهل إيام احنا اتعرضنا عندنا دوري ودوري أبطال أفريقيا وإن نادر الأهلي قدر يكمل المشوار بشكل كويس أتمنى إن شاء الله بإذن الله أن نادر الأهلي يتخطى مباراة بكرة بكرة بتفكرنا بصراحة بسالفتة سالفتت بنلعب المونديال بنلعب دوري أبطال أفريقيا بترجع تلعب مباراة متأجلة تقع يعني مطش الذمالك ونادي ونادي الأهلي نجح في الفوز فيها فالنادي الأهلي بعد عالم واجهة المباشرة بالأهل والزمالك يبقى النادي فارق خمس نقاط عن نادي الزمالك وتسعة نقاط عن نادي النادي فارق ستة نقاط لما افريق لفرق ستة نقاط نقاط مع نادي الزمالك بلسبة digital تقضى عليه بتقضي على المنافسة فان شاء الله بإذن الله يبقى بداية مشوار عودة درع الدوري النادي الأهلي بداية من بكرة من مباراة إستن كامبني. مباراة بكرة أهم مباراة في الموسم للنادي الأهلي وأصعب مباراة. مباراة صعبة جدا جدا جدا. أولا أنت عندك غيابات لعيبة مش موجودة في منتخب مصر لعيبة مهمة على رسوم السولية والشناوي وأيمن أشرف عندك إصابات حمدي فاتحي مش موجود بيرسي تاو كمان مش موجود علي معلول مش موجود. ميكوسوني مش موجود عندك غيابات كتيرة جدا عندك برضو تغيير جهاز فني في الفترة دي برضو ده بيزود من صعوبة المباراة بكرة اللعيبة كمان قد يكون أنا عايز أكسب في بعض اللعيبة ممكن يكون عندها إنذارات بعض اللعيبة قبل مباراة الزمالك. فكل ده بيعمل ضغط إن أنا عايز أكسب عشان أخد دفع معنوية قبل مباراة الزمالك فالمباراة دي هي نفسيا أصعب من فنيا ده يعني نفسيا من وجهة نظر المباراة دي صعبة جدا فنيا برضو بشوفها طبعا كابتن علاء عبد العالم مميز جدا أكيد هيلعب دفاع منطقة بكرة نتمنى نشوف التغيير بقى عكس بيت سمو سيماني نتمنى كابتن سامي ومصان بقى يحط بصمته بكرة في حتة التغيير. أه واحدة واحدة مش مستعجلين في التغيير ولكن نتمنى نبدأ بطريقتنا نفسه شوف النادي الأهلي بيرجع هيضغط زي الأول نحن قلت الكلمة دي مبارح جابوا لي لقطة في أول أول لقطة في مجبارات المصري بالسلوم وهو التلت لعيب بتاعنا بيضغطوا من قدام ووراهم افتكرت مرة مباراكنا باللعب نادي الأهلي كان بيلاعب كوتوكو على ما أتذكر أربعة صفر أربعة صفر كوتوكو منول جوزي قال لنا إيه قال لنا لو في أول نصف ساعة كان المفروض نكسب أكثر من اثنين صفر عشان نصعد عن أول عن هذه المجموعة قال لك أول نصف ساعة أنا أريد أربعة جوية وقال كده إيه حصل أول نصف ساعة أو تتسوطة بتاعت محمد شاوي أو تتسوطة بتاعت محمد شاوي 28 كان الجن الرابع قبل الديئة 30 بدئتين فكنا بنعمل إيه فكان يقول لك حد في الملعب يعني كان يقول لنا إضغط فتلاقي إيه مثلا أنا بلعب باكرايت كنت بلعب ماشر بلعب باكرايت لا أنا بلعب وينجرايت وينجرايت ليفت رأس حربة عارف اللي هو إيه تلعب في نصف ملعب الخصف تلعب في نصف ملعب الخصف مبس الكرة الكرة معدتش كابت بساما حوزني في الماتش عمل أسسسة كرة لبي دماغه لضهر عمل أسسسة لكعبه لفلافيا فكان الماتش ده من الماتشات فأنا عم لا أقول إيه بقالي فترة ألاقي إنادي الأهلي اللعيبة نزلة مدرب بيقول لهم عملوا كذا وبيكسبوا بتاع تمام زي الفول لكن ما شفتنش بقالي طريقة لعب اللي اللي بتتكلم بصراحة أنا معجبنيش الأداء في مبارات المصري للسلوم خالص مفيش ضغط إحنا محتاجين بكرة يكون عندنا ضغط أكتر من كده لازم لعبة النادي الأهلي تضغط لازم شخصياتها تظهر لازم يبقى عندنا رتم إيه الفرق ما بين الفريق الكبير والصغير إيه الفرق ما بين النادي الأهلي والفرقة الصغيرة أن أنت لازم يبقى عندك رتم أنت اللي تفرد الرتم بتاعك أنت اللي تسيطر أنت اللي تستحوذ لازم يبقى فيه ضغط عالي من أول دقيقة عايز كمان شخصيات اللعيبة بكرة لازم كمان دور كابتن محمود الخطيب دور مهم جدا النهاردة بيوجه لهم رسالة النهاردة موجود في التمرين سنة طبقانينة أكتر من عشاء تاني وشه وطريقة يعني فيه حاجات كده بيبدي دفعة معنوية للجهاز الفني ولللعيبة مهم جدا يا جماعة لازم اللعيبة بكرة تضغط من بديئة الأولى في نقطة مهمة جدا كده بسان كل أمانة يعني بعيدا عن طبعا إن شاء الله نادي الأهل أكيد خلال أيام ومش أسابيع يعني هيعين جهاز فني جديد والأمورها تستقر ويبقى شايفين المستقبل لكن مهم فعلا مطش بكرة ومطش نادي الزمالك مهم جدا يوم الحد إن شاء الله فعلا إحنا في مطشين مفيش رفاغية إهدار فرص كل أمانة يعني في نقطة مهمة جدا لا نقطة يعني ولا فرص كوانية لا الفرص لا الفرص ترجط يعني يعني نقطة مهمة جدا لعب النادي الأهل أكيد بدون شكل لعيب مميز عن لعب أي نادي تاني وإلا ما كانش نادي الأهل فقه أنه يضمك أو يطلعك الفريد أو لو أنت طالع من الناشئين وبالتالي في بعض الأحيان في بعض الأحيان محتاجين التركيز يبقى 100% حتى يعني بشكل استثنائي ما ينفعش مثلا مباراة مصري بالسلوم سنحت بعض الفرص السهلة اللي ضاعت طيب مباراة عدت على خير وكانت في المتناول وطبعا الفارق البدني كانوا واضح جدا في الخمسة واربعين ديئة التاني بصراحة فيت مصري بالسلوم عملوا شهوة أول حلو قوي بصراحة وكابتن أحمد عبد الرؤوف عمل فرقة حلو بتلعبه كرة على الأرض لاجب طبعا المجهود البدلي بالنسبة لهم صعب جدا لعبه 90 ديئة ودامنا ديئة استن كامبلي هيلعب بدني كويس 90 ديئة ودامنا ديئة بالزبط وبالتالي نتمنى بكرة يعني اللعيبة طبعا كابتن سيبقوا إن شاء الله يعني ربنا سبحانه وتعالى يوفقوا إنه يعني يستخدم الطريقة المناسبة للمباراة بس فعلا اللعيبة محتاجة تعرف الفرصة النهاردة ما عندناش رفاهيت إننا هنضيعها ولا النهاردة ولا يوم الحد إن شاء الله التشكيل أمسل ماتش بكرة مش محتاج 4-2-2-2 مش محتاج اتنين فروضة اللي تعمل الله أكبر عليك محتاج إننا لازم نلعب بكرة والله أنا مش مع الطريقة دي والله ولا هسيمة محدش هسيمة أنا سايبه قتلى بقوا خلص وانا يخش مشارك مع مسلماني على فكرة خلنا لكم جماعة يعني هو الكريم هيخلص وبعد كده أنا مع 4-2-3-1 طريقة لعب النادي الوقت 4-2-3-1 تنزل تفرض شخصيتك من الأول 4-2-3-1 4 يعني بدري بنون سجل بدري بنون لازم تبدأ تديله عشان خاطر تستغله في مباراة الزمالك بدري بنون ومحمود متولي أو رامي رامي ربيعة لمسيته جميلة يعني طبع بص بتاع محمود ولي في ممانة جميل جميل يعني ممكن بدري بنون ورامي ربيعة اتنين مساكين ممكن كريم فؤاد ناحية اليمين ومحمود وحيد ناحية الشمال الاتنين الارتكاز أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا صنع الألعاب أخذ أحمد عبدالقادر وممكن على الأطراف حسين الشحات وقدام محمد شريف والطرف التاني بقى ممكن نحط طهر محمد طهر كريم أنا أتمنى الكابتن سامي أمسان إن شاء الله يعني ربنا يوفقه ويلجأ ليه 3-4-3 بداية من بكرة حتى إيضا إضطار أنه يستخدم محمد هاني كمساك على ناحية يمين خصونا معاك كريم فؤاد بيلعب في مركز الظاهير الأيمن حتى بشكل طائر في 3-4-3 يقدر يديك بشكل مميز جدا وفعلا كريم فؤاد بصراحة خامة عالية خامة عالية قوي وكمان ستايله في الملعب بصراحة وثق من نفسه ويلعب بشكل كويس جدا أنا أتمنى أشوف بقى 3-4-3 ممكن يلعبها بمحمود وبدر ومحمد هاني في الخلف ويلعب في نص الملعب بأليو ديانج وكمان معاه محمد محمود ويلعب في الخط الأمامي بحسين الشحات ومحمد شليف طهر محمد طهر في وجهة نظر الشخصية وطبعا عن الجناح الأيسر محمود وحيد في وجهة نظر الشخصية 3-4-3 بداية من بكرة وكمان قدام نادي الزمالك إن شاء الله تاني بقرر كلامي بتدينا أريحية في الدفاع عن فيه عمك وتأمنين ورا وكمان بتدي حرية للظاهرين هم يطيروا لنحنا بسبب كل أمان أكبر مشاكل النادي الأهلي مع بيتسو موسيماني في الفترة أخيرة الجزء البدني إن الاثنين الزهرين مش قادرين يكملهم يطلعوا ويرجعوا بنفس الصرحة حاجة أخيرة وليد سليمان لازم بكرة يكون لي دور مهم قوي يتم تجهيزه في 20 دقيقة أو 30 دقيقة لأن انت محتاج شخصية اللعبة الكبيرة دي لما تدي له جزء حتى لو ممكن يبدأ يعني ممكن لو عايز تبدأ بصنع عالعاب وليد سليمان وتحط عبدالقادر وحسين الشحات وقدام شريف وليد سليمان دور مهم قوي إن شاء الله بكرة سامي يلعب أربعة اتنين 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 ونشوف بقى إن شاء الله كابتن سامي ربنا يهديه بقى للأفضل إن شاء الله وبكرة طبعا زي ما حضراتكم تعودين للسوري التحليلي في قناة النادي الأهلي سيكون مع حضراتكم قبل المباراة بساعتين لنقل كل كواليس ما يحدث قبل مباراة النادي الأهلي ونادي أستن كامبني هذه المباراة المؤجلة من الأسبوع للأربعة عشر إن شاء الله مباراة صعبة مباراة مهمة ولكن في النهاية كل الدعم وكل التوفيق للنادي الأهلي وجهازه الفني وجهازه الإداري وأيضا كل التوفيق للعبين اللي حيبدأوا ويتغيروا بكرة أنا بشكر لك يا أحمد على أقولك معنا شكرا جزيلا أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا إن شاء الله غدا حلقة جديدة من البيت الكبير